بسم الله الرحمن الرحيم ألف ألف مبروك الأهلي للمرة 43 بطلا للدوري العام المصري يظل دائما النادي الأهلي هو حبيب الملايين ألف ألف مبروك لكل الأهلوية ألف ألف مبروك الدوري 43 بيعود درع الدوري الجديد بقى أو القديم زي ما أنت عايز تقول قول ولكن بيعود درع الدوري لبيته بقول للبيته لأنه 43 مرة 43 مرة النادي الأهلي بيفوز بالدوري العام النهاردة يوم تاريخي بالنسبة للأهلوية لأنه عودة الدرع بعد غياب سنتين الحقيقة بعيدا عن الدولاب التاريخي للنادي الأهلي في الجزيرة بيعود الدرع مرة أخرى لمكانه المفضل مكانه المحبب مكانه اللي دايما أو اللي تعود عليه لـ 43 مرة 43 مرة بيفوز النادي الأهلي بالدرع تاريخ كبير بيواصل النادي الأهلي تعزيز صدرته لسجل أبطال الدوري الأهلي البطل التاريخي للدوري المصري بفارق كام 29 لقب عن الوصيف اللي هو نادي الزمالك صاحب الـ 14 لقب يعني لو بلاش خلينا أحتفل أحسن 29 لقب فارق ما بين النادي الأهلي وأقرب الملاحقين من حق لعبت النادي الأهلي إن هم يفرحوا من حق لعبت النادي الأهلي إن هم يتبستوا من حقهم بعد موسم عظيم وتاريخي بيفكرنا بكل الأيام الحلوة داخل النادي الأهلي فرحة كبيرة لجبول النادي الأهلي على السوشال ميديا في كل مكان في مصر وفي الوطن العربي بتحسم الدوري بدري بتستعيد بطولتك المفضلة انت كمان بطل أفريقيا متأهل لكأس العالم للسنة دي السنة دي للمرة التانية أو التالتة أو الرابعة التوالي وبطل كأس مصر بطل السوبر بتحتفل بالدوري وانت عامل موسم تاريخي عظيم من حق جبور النادي الأهلي إن هو يفرح من حق لعبت النادي الأهلي إن هم يفرحوا ويحتفلوا من حق مرسيل كولر وجهازه الفني إن هم يفرحوا ويتبستوا بهذا الموسم التاريخي من حقنا نقول ألف ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأسطورة كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة فرد 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 مبروك لكل الأهلوية مبروك للكابتن محمود كابتن محمود الخطيب مبروك للعمر إبي فاروق نائب رئيس النادي مبروك للمهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي مبروك لأعضاء مجلس إدارة النادي الأستاذ طارق أنديل أستاذ محمد الغزاوي دكتور محمد شوقي دكتور مهند مجدي كابتن حسام غالي الأستاذ محمد الضماطي الأستاذ محمد سراج الدين الأستاذ محمد الجرحي مهندسة مية عاطف مبروك للجهاز الفني بقيادة سويسري مارسيل كولر ومعاوني جنبيرلي وكابتن سامي أمصان وكابتن ياسين الميكاري وميشيليان كون طبعا وإندرياس أندريا وكل الطاقم الفني والإداري مبروك لكابتن سيد عبد الحفيز مبروك لكل اللاعبين اسم اسم كلهم يستحقوا التحية كلهم يستحقوا كل شيء حلو السنة دي سنة صعبة جدا ولكن استطاع النادي الأهلي حتى هذه اللحظة أن يفوز بكل البطولات أي بطولة كنا بنلعب فيها النادي الأهلي فاز بيها أي بطولة دخلناها كسبناها أي مباراة بطولة كسبناها ولذلك كل اللاعبين كل هؤلاء اللاعبين يستحقوا كل التحية ألف ألف مبروك قبل كل دول بقى ألف مبروك لحضراتكم ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي عودة الدرع مرة أخرى حضراتكم السبب الرئيسي والأساسي في عودة الدرع مرة أخرى للنادي الأهلي حضراتكم كنتم الأساس زي ما دايما جمهور النادي الأهلي هو الأساس من ألف تسعمائة وسبعة وحتى الآن حضراتكم اللي اديته للفريق وديته لهؤلاء اللاعبين وديته لمجلس الإدارة الدروس الكبيرة علشان يكملوا في الوصول لكل البطولات اللي خدناها فألف مبروك لحضراتكم الله لو عندي لو أقدر أقول 80-90 مليون اسمه أهلاوي خلاص لو 80-90 مليون أهلاوي أقدر أقول أسمائهم كنت قلتاه لأن كل الأهلوية يستحقوا هذه الفرحة الكبيرة موسم للتاريخ في كل الألعاب بالمناسبة وفي الإنشاءات قول زي ما أنت عايز تقول قول في الألعاب قول زي ما أنت عايز تقول تقول في البطولات قول زي ما أنت عايز تقول قول في الصفقات في الصفقات في ايه؟ في الصفقات اللي أنا محتاجهم قول اللي أنت عايز تقول أو حتقول اللي أنت عايز تقوله وبالتالي في الصفقات في كل الألعاب يعني أنا ما بتكلمش على كرة القدم أنا بتكلم على كل الألعاب وبالتالي موسم تاريخي في ألعاب الصلاة ما جبنا كابت خلد العوضي وشوفنا قد إيه إحنا كسبنا بطولات قد إيه مجلس إدارة حط لجنة أو حط مشرف على الألعاب الأخرى العامري بيه فاروق اللي قدرنا مجلس إدارة محترم مع لجنة أو مع إدارة إدارة الألعاب الأخرى محترمة قدرنا نكسب كل البطولات في الألعاب الأخرى تقريباً 18 بطولة من 22 والناحية الثانية في الكرة خمس بطولات خمس بطولات حصوة دي الحصوة الخمسة دول اللي هم الحصوة في إن الحسود يعني فخمس بطولات استطاع كل نجوم النادي الأهلي اللي احنا اتكلمنا عليهم ونقولهم اسم اسم الحقيقة يستحقوا كل التحية كل اللاعبين اللي تعبوا جامد جداً 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 مرة تانية بقول أن القرار التاريخي اللي اتخذ اللي اتخذ من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي وإدارة الكرة برئاسة كابتب محمود الخطيب بإراحة عدد كبير من اللاعبين كان له الدور الرئيسي والأساسي في هذا الأمر اللي خلانا نحتفل دلوقتي وحتكلم في هذا الموضوع ولكن عايزين نتبسط شوية عايزين نفرح شوية لخيط لما ان شاء الله نعدي يوم الخميس ونشوف هنفرح إزاي بقى مع حضراتكم في الأيام القادمة ألف ألف مبروك لحضراتكم وكالعادة وسطلانا بنزعلك سطلانا؟ طب سطلانا سطلانا حلوة سطلانا على فكرة أغنية جميلة بنحبها وحنفضل نسمعها وحنغنيها إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي في مباراة الأهلي وإزاي مالك نقعد ونغنيها كجمهور يعني أنا هتكلم إنا عن جمهور الأهلي تكلم وغني وافرح براحتك مهما كانت النتيجة بالمناسبة افرح وتبسط انت خدت دوري للسنة أو للمرة 43 49 دوري فارق ما بينك وما بين اللي بعدك نادي الزمالك الوصيف نادي الزمالك 14 بطولة بطول الدوري نادي الزمالك اللي بعد الأهلي الزمالك اللي هو فارق 29 بطولة حضراتكم بتكلموا في ايه بستوا فرحوا محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل يوم الخميس هل ممكن يكون فيه قرارات مختلفة مش عارفين لسه لكن احنا في ظهر مجلس ادارتنا في كل شيء في ظهر ادارة الكرة في كل شيء في ظهر الجهاز الفني في كل شيء خدنا دوري خلي بالحضراتكم مرة تانية اروح لموضوع تاني ومهم فاكرين حضراتكم الناس اللي طلعت الترياقة لما اخسرنا من سان داونز انا ما بكسفش دلوقتي بالمناسبة اقول ان احنا اخسرنا خمسة اتنين من سان داونز فاكرين لما قلنا اول الموسم ان القرار كابت الخطيب بقراحة اللاعبين الاساسيين كان قرار تاريخي فاكرين لما قلنا المركب لسه في المية ولازم ندعم ولازم نقف مع فريقنا فاكرين لما قلنا ان كلنا ثقة في رجالة الاهلي وان خسارة مباراة مش نهاية العالم اهو موسم تاريخي للقلعة الحمراء البطولة الخمسة بعد الهزيمة خمسة اتنين البطولة الخمسة الاهلي حقق اتنين سوبر وكاس مصر ودولي ابطال افريقيا والنهاردة بيفوز بالدوري وغير طبعا وصلنا لكاس العالم فعلا قلنا قرار تاريخي قلتوا انت بتطبل لكابتن خطيب بعض من اللي يشجع اند الاهلي يعني انتوا بتطبلوا ما كناش بنطبل ولا حاجة كنا بنتكلم مع حضراتكم اولا احنا في ظهر ادارتنا وفي ظهر فريقنا وفي ظهر جهازنا الفني في كل شيء وبالتالي كنا عارفين بحس يعني ان احنا لعبنا كرة شوية بلكده لان انا ما عنديش حساب بالقطعة داخل النادي الاهلي مش انا النادي الاهلي ما بيحاسبش حد بالقطعة وقلت لحضراتكم ان المركب كانت في البحر المركب في وسط البحر نهد البحر نهدها ونخليها تغرق ولا نكمل ونقف في طريقنا في جملة بتتقال دايما الصبر جميل الصبر حلو الاهلي مع النادي الاهلي ممكن تقول ايه الصبر بطولات الصبر بطولات بدل الصبر جميل الصبر جميل بيديك بطولات كله بطولات زي ما حضرتك شايف كده كان ممكن جدا جدا نحن يبقى عندنا ادارة متسرعة ادارة لا تعرف ان او لا تستطيع ان تحافظ على نديها لا تستطيع ان تحافظ على حقوق لعبتها لا تستطيع ان تحافظ على البطولات اللي بتاخدها تمشي ورا الفيسبوك وتمشي على فكرة ما عندناش مشكلة ولكن دي قصة تانية حب اتكلفها بعدين نحن نمشي ورا السوشال ميديا زي ما بيتقال ولكن ادارة محترمة برئاسة كبير العائلة كابتم محمود الخطيب برئاس مجلس الادارة هذا الرجل اللي تحمل كثير وكثير قولوا زي ما تقولوا عيى ما فيش مشكلة ولكن هذا الرجل النجم الاستوري الكبير كابتم محمود الخطيب تحمل مال ايه اتحمله وبشر ويقول ايه وع armored يتكلم ويقول ايه لم يحدش يتكلم في حاجة تخصيني انا اتكلموا في النادي الاهلي اتكلموا في مجلس الادارة اتكلموا في ادارة النادي عايزين نقفل الصفحة يا إسلام عشان عندنا مطش بكرة ساعتها يعني وقفنا كلنا في ظهر بعض جمهور مع لعبين مع أقدارة مع منظومة إعلامية كله مسك إيد بعضه افتكروا هذه الأيام افتكروا مسكنا في قدم بعض عدينا كسبنا الأطنر بعض وكملنا وكملنا ولكن من يستحق الشكر مرة تانية أو تالتة وعشرة هو جمهور النادي الأهلي والله العظيم له رياء وله مجاملة وله أي شيء بدون 80-90 مليون وقفين في ظهرك لا أحد يستطيع أن يتحمل الهزيمة ولكن النقد اللي عمله النقد البناء اللي عمله جمهور النادي الأهلي خلى اللعيبة ترجع في مطش القط زي ما حضرتك شايف كسبت أربعة وبعدين كسبت الهلال تلاتة وبعدين وصلت بقى للدول التمانية والأربعة والنهائي وهكذا أنا وكل أهلاوي فخورين بمجلس إدارتنا فخورين بجمهورنا فخورين بلعبتنا فخورين بجهازنا الفني والإداري الإنجازات والبطولات اللي بتحقق سببها الأول هو جمهور النادي الأهلي سببها الأول أن عندك إدارة تستطيع أن تتحكم في زمام الأمور في ظل الأوقات الصعبة خلي بالحضرتك الفارق ما بين إدارة إكس وإدارة زد هي حاجة واحدة فقط كيف تتصرف الإدارة في الأوقات الصعبة فلما النادي الأهلي بقيمته وعظمته يتغلب من سان داونز خمسة اتنين لا الناس كلها قلت لك لا ماشي المدرب وماشي اللعيبة وبطل اللعيبة كلها وقعد اللعيبة دي ببيوتها واعمل 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 إيه رأي حضراتكم إن شاء الله هو لسه الموسم مخلص ولكن إحنا خدنا الدوري البطولة الخمسة هذا الموسم خمسة فقين كل حسود إن شاء الله ربنا يكرمنا عندنا 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 حاجات كتيرة جدا 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 ولسه بطولات وفي النهاية هي خمسة وخمسة ويظل النادي الأهلي دائما هو عاشق للبطولات الحقيقة وريني جدول الدوري كده محمود وريني كده برضو نشوف الجدول نقعد نتكلم عن الجدول شوية ونتكلم عن هذا الموسم الكروي الكبير جدا الاستثنائي بمعنى الكلمة لفريق يستحق للاعبين يستحقوا كل التحية لجهاز فني يستحق أخلي كده ما تشاور لي كده على المتصدر هي باينة واضحة معروفة ولكن شاور لي على المتصدر كده يعني يعمل لي حركة كده وما فيش طيب نقطة مع الخمسة وسبعين يبقوا كام نعد خمسة وسبعين وخمستاشر يبقوا تسعين الاهلي سيسعى انه هو يصل للنقطة تسعين انا ده متأكد منه مهما كان اللي بيلعب ومهما كان اسم اللي بيلعب بالمناسبة مهما كان انا والله العظيم تلاتة انا لا اقدم لشيء ولا اعرف ايه اللي حيحصل للفتر اللي جاية انا يعني النادي الاهلي ومسؤولي لهم كل الحرية في اختيار ما يرون مناسبة ولكن انا معرفش مين الهي اللي حيحصل ولكن انا في ظهر ادارتي والجهاز الفني باي شكل بعد اللي انا شفته وبعد الوقفة اللي وقفها جمهور الاهلي وبعد القرار التاريخي كل شوية حقول هذا الكلام ليه لان اول السنة تعرضنا في هذا البرنامج يعني مش عايز اقول لحضراتكم كلام كتير جدا جدا بيتقال وبيحصل الحمد لله والشكر لله في نهاية الموسم انا واقف مع حضرتك ومبسوط انا واقف وحضرتك كمان مهم مش مهم انا بقى مبسوط المهم ان حضرتك تبقى مبسوط كمشجع للنادي الاهلي وكمحب للنادي الاهلي مجلس ادارة النادي الاهلي ده برقاس كابت خطيب يا ما تشتم الفترة اللي فاتت ويا ما تم انتقاده او لما تتجلب او تتعادل لقدر الله يقول لك ده خلاص الفرقة وقعت حصل اه اعمل ما جابوش ما جابوش تفقات مش ده اللي حصل وده اللي تقال من بعد ما لا يشجع الاهلي يعني مش ده اللي حصل وده اللي تقال الفترة اللي فاتت او في اول السنة احنا محتاجين تلت مهاجمين ولا تنين مهاجمين هل ده معنا ان احنا مش محتاجين معرفش انا بالنسبالي انا لا ارى شيء انا ارى ان انا عندي مجلس ادارة وادارة للكرة بتقرر ما هو مناسب طب ايه اللي خلاك تثق في ادارة الكرة بهذه الدرجة اهو اللي انا في اللي انا مبسوط دلوقتي لخمس مرة السنة دي نين سوبر افريقيا كاس دوري فانا مبسوط وبالتالي اذا هناك تخطيط جيد او مش جيد ممتاز هناك تخطيط وصلني انا كمشجع او حضرتك كمشجع ان انت تبقى مبسوط لكل ده هل ده معناه ان ما فيش صرف ما فيش صفقات جاية في فريق الكرة او في غيرها من الالعاب لا هتحصل طالما الفريق يحتاج الى صفقات اي فريق في النادي الاهلي اي فريق في النادي الاهلي طالما يحتاج لصفقات هتحصل فخلينا في ظهر ادارة الكرة خلينا في ظهر ادارة النشاط الرياضي علشان قراراتهم صحيحة مية في المية قراراتهم صحيحة اقدر اقول كده بالفم المليان قرارات اللي بيتم اتخاذها داخل مجلس ادارة النادي الاهلي من خلال ادارة الكرة برئاسة كابتن محمود الخطيب وادارة النشاط الرياضي برئاسة كابتن خالد العوضي ومعاها طبعا قبله هيكون الاستاذ العامري فاروق نائب رئيس النادي وبقية الاعضاء اللي موجودين اللي مسكين هذا الامر اذا القرارات اللي بيتم اتخاذها هي قرارات صحيحة مية في المية عشان انا اخدت كل حاجة ووصلت لكل حاجة فضل لي اربع بطولات ما اخدتهمش اربع بطولات في الالعاب الاخرى يعني كان معايا الدكتور محمد شوقي سألته قطوله احنا اخدنا 18 بطولة من 22 هتعمله ايه قال لي حنفكر احنا ليه ما اخدناش اللي اربع بطولات اللي خسرناهم هذا هو تفكير مجلس ادارة النادي الاهلي هذا هو تفكير كابت الخطيب هذا هو تفكير استاذ عمري هذا هو تفكير استاذ خالد مجلس ادارة النادي الاهلي بيكامل بيفكر بهذا الشكل عشان كده بقول لحضرتك انا في ظهر مش انا كلنا في ظهر مجلس ادارتنا في ظهر مهما كانت القرارات الحمد لله والشكر لله شفنا ان كل القرارات اللي بيتم اتخاذها الحمد لله والشكر لله تسعين في المية خمسة وتسعين في المية منها قرارات صحيحة مية في المية كابت خطيب وهنا انا هتكلم بصفة شخصية انا من محبين كابت خطيب بعيدا عن الشاشة وبعيدا عن ان انا فلان وان انا شغال موزيع في قناة الاهلي والكلام ده كله انا بحب كابت خطيب فلما اشوف كم الاساءات اللي كانت بتحصل خلال الفترة السابقة من شخص او من طرف واحد ولاقي الرد عليها بيكون محدش يرد محدش يتكلم الرد بيكون من خلال القانون هنا انا بتعلم حاجة بتعلم ان انا الرياضة اخلاق الرياضة الرياضة اخلاق والرياضة اخلاق الرياضة والرياضة اخلاق لان هي الاخلاق دي اللي خلتنا ما نردش على حد إلا من خلال القانون إحنا في بلد فيها قانون هو اللي وصل بعض الحق لأصحابه وإن شاء الله اللي جاي أفضل وأفضل أرجع تاني للكرة فالقرارات اللي بياخدها كابت الخطيف في كرة القدم أنا حفضل وراها مش أنا الوحدي أنا وكل جمهور النادي الأهلي كمان سويسري مارسير كولر مدير الفني بيواصل تحقيق الإنجازات قاد الفريق للبطولة الخمسة الأهلي وصل هذا الموسم إلى لقب رقم خمسة بعد الفوزة ما قلت لحضراتكم بالسوبر المصري مرتين وكاس مصر ودوري أبطال إفريقيا بطلت السوبر المصري اللي فاز بها النادي الأهلي على الزمالك بداية الموسم هي تابعة للموسم الماضي ولكن أنا بتكلم أن إحنا لعبنا في هذا الموسم خمس بطولات خدناه كمان كاس مصر بالمناسبة كان هو كاس مصر بتاع 2021-2022 السنة اللي فاتت كانت آخر مرة فاز بيها النادي الأهلي لو تفتكروا 19-20 موسم 19-20 مع المدرس بالسويسري ريني فيلر بدأ الموسم وأكمل باقي المباريات الجنوب إفريقي بيتسو موسماني النادي الأهلي حيلعب في المباراة المقبلة ضد نادي الزمالك يوم الخميس المقبل بعدها سيتبقى له أربع مباريات المصري بيراميدز حرس الحدود المقاولون العرب إن شاء الله ربنا أكرمنا وحنفرح ونبسط النهاردة ولكن مش هننسى إن إحنا عندنا مهما كانت المباراة وجهت نظري المباراة اليوم الخميس القادم إن شاء الله مباراة نشوف إلا هيحصل فيها والدنيا هتبقى مش شافية إزاي ولكن قدرات تدريبية ومجهود وخبرات هذا الرجل نتاج انتصارات المارد الأحمر نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى طيب أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى متى يعود درع الدوري لرابطة الأندية؟ يعني إيه؟ إيه السؤال الغريب ده؟ يعني هو الدرع ما بيبقاش مع رابطة الأندية؟ آه هفهم حضرتك عندما يفوز فريق بدرع الدوري بيظل محتفظ بدرع الدوري اللي عايز تصور به اللي عايز يتبسط اللي عايز يعمل بتاع بالسنة كلها ولكن قبل نهاية الموسم بخمستاشر يوم على الأقل يعني قبل نهاية الموسم على الأقل بخمستاشر يوم يجب أن يتم تسليم درع الدوري لربطة الأندية وهي بدرها تسلمه للبطل لأهو أصبح رسمياً النادي الأهلي طيب أنا ليه بقولي الكلام ده؟ هقولك ليه بقولي الكلام ده؟ ولكن الكلام ده أنا بقوله ليه أساساً؟ بقوله من دماغي؟ بحوزة النادي طوال الموسم الرياضي التالي ويعاد تسليمها للربطة قبل نهاية المسابقة التالية بخمسة عشر يوماً على الأقل ويجوز للربطة منح درع خاص للمسابقات الأخرى مع اختيار أحسن لعب وحرس مرمى وهدف البطولة خمستاشر يوم على الأقل طيب متى ينتهي الدرع الدوري العام المصري؟ آخر مباراة في الدوري العام المصري ستكون يوم ستة وعشرين سبعة على حسب ما أعلنته ربطة الأندية نهاية الدوري يوم ستة وعشرين سبعة طيب نعد ستة وعشرين ناقص خمستاشر يبقى كام؟ يبقى يوم تلاتاشر يوم ستة وعشرين سبعة ناقص خمستاشر يبقى يوم حداشر أنا أسمع ليش أنا في الحساب مش يعني اللي هو يوم حداشر ده اللي هو هيبقى بعد عشر دقايق أو تلت ساعة من دلوقتي يبقى إذن الكلام اللي أنا بقوله إيه؟ إن ربطة الأندية من المفترض أنها بكرة نادي الزمالك حيسلم رابطة الأندية درع الدوري طيب آخر مباراة للنادي الأهلي على أستاذ القاهرة اللي حيتقفل عشان الصيانة هي إيه؟ مباراة يوم الخميس يا جماعة أهلي والزمالك هل من الممكن أن يكون تسليم درع الدوري يوم الخميس القادم في مباراة الأهلي والزمالك في آخر مباراة على أستاذ القاهرة معرفش سؤال أنا بطرحه جبت لحضرتك اللايحة وريتك كل الأمور لكن في النهاية هننتظر إيه اللي هيحصل وبكرة من المفترض أن يعود درع الدوري لربطة الأندية اللي بدورها يجب أن تسلمه للنادي الأهلي إن شاء الله أو ألف مبروك عودة درع الدوري مرة أخرى للنادي الأهلي طيب أول حاجة حصلت خلينا نشوف ماذا قال بيرسي تاو وعمر السولية أول الاتنين كده كتبوا على الصفحة الرسمية ليهم سواء بيرسي تاو أهو كتب أنه يعني لغاية لما نجيب الباقي بقى على مدار الحلقة إن شاء الله أول اللاعبين الكاتبين أول مهنئين جمهوري النادي الأهلي بدرع الدوري رقم 43 هو بيرسي تاو طيب عموما هم النهاردة راحة بتخلص بكرة اللاعب هايبقوا موجودين في التمرين هايستأنف إن شاء الله بكرة فريق النادي الأهلي تدريباته استعداداً لمباراة الزمالك اللي هي يوم الخميس القادم زي ما حضراتكم عارفين الكل ينتظر ماذا سيحدث في هذه المباراة كيف سيلعب كولر هل سيكون الفوز بدرع الدوري يغير استراتيجية كولر أنا والله معرف أنا لا أقدم لشيء عشان بس ستبقوا حضراتكم عارفين أنا وحد كان عارف إن النهاردة بيراميدز حيتغلب من سراميكا ما حدش كان عارف ولكن أنا بسأل هل من الممكن أن يتغير فكر كولر اللاعبين كانوا محتاجين راحة ده مش كلامي ده كلام كولر نفسه قال إن كل اللاعبين محتاجين راحة دلوقتي الحاجة اللي أقدر أقولها إنه مباراة الزمالك اللاعبية حتخش بأحصاب هادية الأهلي دايما بالمناسبة بيلعب على الفوز بأي أسماء بيلعب على الفوز حاجة دي تربين عليها داخل النادي الأهلي وداخل ملعب مختار التيتش هتفضل في النهاية مباراة الأهلي والزمالك دي يعني مباراة أهلي وزمالك مهما فقدت هدفها وفقدت مش عارف إيه وفقدت إيه ولكن هي مباراة الأهلي ضد الزمالك مباراة الزمالك ضد الأهلي مباراة بيحبها كل جمهور النادي الأهلي وتاريخ المواجهات بين الأهلي والزمالك حافل بالانتصارات بالمناسبة طوال هذا الإسبوع إن شاء الله جايبين لحضراتكم مباراة كثيرة جدا من زمان من الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات والألفنات وكل حاجة كلاسيكيات الأهلي والزمالك عملينها لحضراتكم على قناة الأهلي طوال هذا الإسبوع الحقيقة فيها الستة واحد ما عرفش ما هنشوف هتلاقي طالما من الكلاسيكيات ستة واحد واربعة واحد هتلاقي يعني فيه انتصارات كثيرة جدا جدا للنادي الأهلي في هذه المباراة وخمسة ثلاثة هتلاقي كتير يعني دايما هتلاقي التاريخ بيانحاز للنادي الأهلي بيانحاز للبطل التاريخي للدوري مش البطل التاريخي للدوري وبطل التاريخي للدوري ولكل المسابقات المحلية والإفريقية أمام أي فريق لكن احنا بنحترم تاريخنا وبنحب دايما نركز على الحاضر ولان النادي الاهلي بيلعب دايما على الفوس بنلعب على الانتصار مش بس قصاد الزمالك ولكن قصاد بيراميدز وحرص الحدود وبقية المعاولين وكل المباريات المتبقية بصمة حمراء تلون سجل تاريخ كلاسيكو القاهرة او الدربي القاهرة ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نقرأ بعض الاخبار مرة تانية الف الف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي ومرة تانية وثالثة وربع احتفلوا تبستوا خليكوا سعداء ان انتوا عندكم مجلس ادارة بهذا الشكل خليكوا سعداء ان انتوا عندكم لعبين بهذا الشكل خليكم سعداء ان انتوا تبقوا موجودين ان انتوا الحافز والمكسب بالنسبة لنا الحقيقة هو دايما جمهور النادي الاهلي 98 مليون اهلاوي موجودين جوى مصر كلهم بيشجعوا ناديهم كلهم موقفين ورا ناديهم نتمنى يا رب دايما الفرحة لهم وتبستوا مش عايز حضراتكم تزعلوا او تتدايقوا او تردوا على بعض البستات او بعض البرامج اللي حضراتكم عارفينها اللي تقولك ايه اصل الاهلي بيفوز بالتحكيم ماشي يا سيدي مفيش يعني خليهم يقولوا خليه يقول قلت ازا انت هو حيموت اصلي احنا خدنا المركز التالت زي الاهلي ما ماشي خليه يقول خليه بسط مش هو مبسوط انه بيقول كده خليه خليه يقول اصله كذا انا مش فاكر طبعا ولكن بيتقال هم معروفين خمس ستة اشخاص بيتكلموا بنفس الشكل وبنفس الاتجاه فخليهم يقولوا وانت عودت حك والدرقة فين الدرقة في الجزيرة خلينا بقى احنا نخطط للسنة اللي جاية مجلس ادارة ادارة كورا كبتخطيب بيخطط للسنة الجاية خليه بقى خليهم هما اللي بيفكروا فيه في الطريقة اللي بيفكروا فيها في الاسلوب اللي بيفكر به وخلينا ننتظر ما هو قادم ايه اللي حيحصل هل هناك صفقات سيتم الاعلان عنها هل بعد فوز النادي الاهلي بالدوري هل هناك صفقات سيتم الاعلانة هل بالفعل انهى النادي الاهلي اي صفقة انا ما عرفش ولكن إن شاء الله خلال الأيام القادمة حنشوف أي نادي كبير زي النادي الأهلي واسم النادي الأهلي دايماً وكل رأى هذا الكلام هو دايماً محتاج إيه؟ محتاج صفقات وأنه يقوي فريقه أكتر ما هو قوي يقوي أكتر فإن شاء الله دايماً يظل النادي الأهلي فوق جميع أبنائه ويظل النادي الأهلي هو البطل في كل شيء خمس بطلات من خمس بطلات ألف ألف مبروك الكل يستحق التحية ويستحق التقدير خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل حنستقبل فقرتنا الأولى النجم الكبير كابتن عمر الحديدي والنجم الكبير كابتن أحمد نخلة في ضيافة البيت الكبير بعد هذا الفاصل خمسة خمسة حلوة خمسة دي برضو لأنها بتدل على أمور كثيرة جداً جداً بالنسبة للأهلوية كل الفرحة وكل السعادة بالخمسة لأنهم خمس بطلات استطاع أن يفوز بيهم من نادي الأهلي هذا الموسم ممكن يكون فيهم بطلتين الموسم اللي فات ولكن خمس بطلات لعبهم من نادي الأهلي هذا الموسم واستطاع أن يفوز بالخمس بطلات وبالتالي رقم خمسة بالنسبة لنادي الأهلي هو رقم جميل ورقم حظر اللي دي بالي خلوني أرحب بديوه ونجمنا الكبار في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن عمر الحديدي يا كابتن عمر مشرف ومنور وألف مبروك طبعا الله يباري فيك مبروك على النادل الأهلي ومجلس دارته ولعبته وجماهيره أهم كل شيء طبعا أيضا النجم الكبير كابتن أحمد نخلة زي كابتن نخلة وألف مبروك حبيبي يا كابتن إسلام سعيد جدا موجودي معاك ومع النجم الكبير طبعا كابتن عمر الحديدي ألف ألف مبروك طبعا مش عارف انه وشين حلو عليك عايزين تجيب تورتة بس ملحقناش طبعا والله يا كابتن معلش ملحوة اه ملحوة احنا عندنا ان شاء الله الأيام القادمة ان شاء الله تكون دائما احتفالات يعني السنة دي بسم الله من شاء الله بسم الله من شاء الله احتفالات كثيرة سواء في الألعاب الأخرى أو في كرة القدم يعني الألعاب الأخرى تخيل حضرتك انت لعب 22 بطولة في الألعاب الأخرى خلي بالاك الرقم ده رقم كبير جدا مش كبير ده رقم إعجازي طبعا ان انت تفوز ب 18 بطولة من 22 بطولة ولما تيجي تتكلم مع عضاء مجلس اللي قدر يقولك انا حشوف انا خسرت الاربعة ليه طبعا كرتن اسلام المشروع الألعاب الأخرى يعني غير خمس بطولات والخمس بطولات بقى اللي هم معشوقين لجماهير النادي الأهلي اللي هي كرة لكرة القدم المشروع والتخطيط والفكر انت وصلت للمجموعة حاجات جاس فني مجلس إدارة متعاون صحيح لعيبة الاختيار كل ده رغم انك انت في أول الموسم اتحاربت عشان الانتقالات الشتوية والصيفية وجبت مين وما جبتش مين الراجل كيف أموره على الموجودين شابو كابتن محمود الخطيب لوجود كولر راجل عنده فكر عنده أسلوب راجل قال لك كلمة في مؤتمر قال لك انا راجل جاء عن بطولات عايز عايز كل البطولات حقها وانا دلوقتي مش مسدى ان انا حققت ده كله فالقادم بالنسبالي انه هيبقى فيه تسع بطولات تمام بطولات انا موجود حقق التارجة الخاص به انه دوري عام خد السوبر خد افريقيا الحاجة المحببة لنادل الاهلي الاهم اللي بيفكر فيه دلوقتي ان الراجل عزل لعيبته رغم ان كل الناس فرحانة بمكسب النادل الاهلي عزل لعيبته عمل استبعاد عن اي ادلاق باي احاديث او اي كلام في الصحافة يفكر في مباراة ايجابيتها بطولة تانية ايجابيتها بطولة تانية عزل اللعيبه عن كل شيء خرج من اللعيبه اللي هو عايزه خلى اللعيبه كلها مستوى واحد خلنا كل الناس نقاد ورياضيين ولعيبه محترين في اي تشكيل للنادل الاهلي التدوير العام اللي عمله كان على اعلى مستوى كابت النخلة يعني خمس بطولات في موسم اه منهم بطولتين السنة اللي فاتت السوبر المصري السنة اللي فاتت والكاس السنة اللي فاتت ولكن نبتكلم من الاهلي لاعب السنة دي خمس بطولات استطاع ان يفوز بالخمس بطولات حتى الان ان شاء الله القدم افضل يعني طبعا يا كابتن السلام كل دوت مش منفراغ تمام يمكن مستوى الكولر طبعا مدارب كبير واسبت اسبت ان هو فعلا قدير يستحق قيادة الناد الاهلي اعتقد ان كابتن الخطيف فعلا زي ما قالت كابتن عمر ان هو راهن على مصر الكولر وفيه ناس كتير جدا قالت ان هو قاعد في البيت بحوالي قاله موسمين مش بيشتغل لكن السيفي بتاعه قوي وكابتن محمود فعلا اعتقد يعني ان كان في رؤية ان المدير الفني دوت سيقدر ينجح مع الناد الاهلي وطبعا كلنا عارفين ان الناد الاهلي بيقدر يا كابتن عمر يوفر كل شيء كل شيء للمدرب عشان ينجح هو ده اللي حصل فعلا مصر الكولر سطر تاريخ لنفسه قبل ما يستر بطولات الناد الاهلي كده كده الحمد لله الناد الاهلي عنده بطولات كبيرة جدا كده وكتير لكن هو قدر برضه ان هو يساعد في بطولات الناد الاهلي اعتقد كمان الفترة الاخيرة بانت جدا جدا ان الراجل بصراحة يعني تطوير مستوى اداء اللاعبين الفني والمهاري والبدني بيتعامل بشكل غير عادي لما شوف برسيته في الحالة الممتازة دي لما شوف حسين الشحك افضل لعيفه مصر في اللحظة لما شوف كهربا في الحالة اللي هو صلها الفنية العالية جدا دي كهربا دلوقتي من انصاف الفرص بيقدر يجيب جوان صحيح كهربا يا كابتن السلام دلوقتي منتخب مصر ويجيب جوان تمام اقوى سلاسي هجومي في الوطن العربي في افريقيا دلوقتي هو برسيته وحسين الشحات وكهربا وده اللي نقول عليه تطوير اداء اللاعبين تتحسب لمسا الكولر صحيح مروان عاطية والرؤية مين اللي جاب مروان عاطية ممكن اعتقد ممكن الكابتن صادر على الحفيظ الأمانة الاسبوع اللي فات يعني عجبني جدا ان هو اداء برضو يقول ان دي كانت رؤية الكابتن السلام المصنو ده واحد من الجهاز مدرب مخلص جدا اعتقد برضو مثل الكولر كمان يعني لما يشوف كمان اللاعب ده يتوظف في المكان ده ويقدر يقدر بالشكل ده من افضل لعبة مصر دلوقتي في الارتكاز رقم 6 ده نجاح كبير جدا جدا اعتقد يعني النجاح كمان ان انت تقعد الفترة الكبيرة دي كلها من غير من غير ولا هزيمة اعتقد 23 مباراة كابتن عمر يعني حاجة ثلاثة تعادل انت بتعمل ريكورد كمان في الدور المصري واعتقد يعني دي حاجة تتحسب لمسا الكولر واللي الكابتن محمد الخطيب واللجنة الفنية اللي تمت اختيار مصر الكورو ان يكون قيادة النادي الاهلي صحيح كابتن عمر اروح للدوري وبعد خسارة الدوري الدوري سنتين متتاليتين لأسباب كثيرة كان اهم هذه الأسباب هو التحكيم وحفظل اقول هذا الكلام بدون اي بدون اي يعني زعل ولا اي حاجة خالص ولكن التحكيم كان له دور كبير جدا جدا في خسارة النادي السنتين اللي فاتوا مع الشكل الفني اللي مش كويس لنا وكذا والاجهاد وكل الكلام ده ماشي ولكن التحكيم كان له دور كبير بعد خسارة الدوري سنتين متتاليتين رجوع الدوري للنادي الاهلي واحتفاظ او للمرة التلاتة اربعين اعتقد شيء مهم جدا جدا في سبيل ما هو قادر انت كابتن اسلام عملت حكتين دوري عامو افريقيا انت قلت فاقد برضو قبل كده برضو في المغرب بطولة افريقيا الراجل اشتغل على الانتهى منه مسلماني وتعلم من الاخطاء راجل بيذاكر بيذاكر اللعبة او لما بيخلص المباراة بيفتح اللاب بتاعه ويشتغل ويشوف نقاط القوة ونقاط ضعف والاخفاقات اللي كانت موجودة في الفرق وبيعالجها نفس الكلام مستر جامبريلي بيقدي الشغل اللي احنا شايفينه والاسلوب الراقي اللي ظهر به خط ظهر النادي الاهلي من تطور لمحمد هاني الاداء البدني اللي العالم علول السبات المفعالي اللي عند محمد عبد المنعم التقلق في المان وتجديد الثقة في اتنين لعيبة موجودين رامي ربيعة ويسر إبراهيم زي ما نخلى قال ماروان عطية راجل في وجود تلت نجوم كبار في المكان ده زي قاله ديانج والعمر السلاية والحمد فاتحي يحفر اسمه وسط النجوم ويغير طريقة لعب النادي الاهلي اربعة واحد اربعة واحد بيغير طريقة لعب عنده الخامة والقماشة اللي قدر يطور بيها الراجل اشتغل على ده ان المسلمين اما كان موجود في النادي الاهلي كان بيفكر في افريقيا وكان سايب نقاط كتيرة استنزاف نقاط كانت موجودة في الدور العام الراجل كان كل ملف بيشتغل عليه على حدة عند مباراة دوري بحقق تلت اهداف وبحقق اللي هي النتيجة والاداء والسكور بعد كده يفكر في المباراة اللي بعدها مش يفكر في افريقيا وهو لسا بيلعب في الدوري يمكن تلاحم المواسم وعدد المراتج كتيرة اللي كانت موجودة مع النادي الاهلي انت بتتكلم في 4 ايام اقصى حاجة يتم علاجها هو الاعلاج الشفاهي تحريري هو الاصعب اللي هو جوه الملعب الراجل ما كانش فيه وقتها كابتن جوه الملعب ما نقول لك 4 ايام مش هتلحق اللي استشفى في يوم واليوم اللي فيه السفر واليوم اللي هتلعب فيه ويوم المحاضرة الراجل كان بيعمل المحاضرة بأسلوبين المحاضرة الاولى بعد انتهاء المباراة يزاكر ويطلع الاخطاء عشان يشرحها مع اللعيبة فردي والمحاضرة الاساسية بتاعت المباراة اللي هينفز فيها شغله اللي يقبله المباراة اللي يقبله المباراة وكان ده بنجح فيه قوي قوي ياسم كيري اللي هو الراجل التونسي اللي هو جايبه معاه في تحليل اداء لعبته وتحليل اداء الخاص ازاي يشتغل على ده يا كابتن اسلام انت راجل اللي عبت مع اصعب مدير فني جيف الناد الاهلي اللي هو من والجزيه احنا عمرنا ما تخيلنا ان الراجل يصبر على اداء برستاء واللغاية ما يخف ويظهر منه الامكانيات دي محمد هاني وتطوير اداءه عبدالقادر والمنافسة الشريفة بينه بن حسين الشحات كهرباء ويقولك في مؤتمر صحفي انا جات لي فكرة مجنونة فنزلت فيرود كافئني زي ما انا كافئته صقت في امكانياته وهو صقف فكري 16 مباراة كهرباء هداف دوري افريقيا مجموعة حاجات النجاح فيها زي ما انا خلق قال الراجل قعد سنتين الناس بتدور على غلطات سنتين مصاب عنده تغيير مفصل انت بتفكر في راجل جاي منبهر بالنادي الاهلي عارف اسم النادي الاهلي عارف امكانيات النادي الاهلي هو طموح وفي نادي عنده اكبر معرض للبطولات اكبر معرض للبطولات كل شوية احنا مش عارفين هنجيب شانون كبير ونحط فيه البطولات خلاص مدخل النادي الاهلي بقى بتاع الجزيرة دايق مش لقين اماكن نحط فيها بطولات عايزين نعمل معرض كبير لا نعمل يسمو النادي الاهلي بالضبط النادي الاهلي يا كابتن اسلام جمهورية داخل جمهورية مصر العربية كيان تاني خالص فكر اسلوب مجلس الداري بيشتغل في هدوء لعيبة بتشتغل في فكر مدير فني راقي ومية في المية دا يتواجد عندي اقل من كده بعيد عن حساباتي طيب كابت النخلة بما اننا بنتكلم عن المباراة والفرحة طبعا عايزين نفرح وعايزين نتبسط ولكن تظل دائما مباراة الاهلي والزمالك مباراة الاهلي والزمالك مهما فقدت قيمتها ومهما كان يكسب يكسب وليخسر يخسر وليتحدة تعادل ولكن انا بشوف ان مباراة الاهلي والزمالك دايما لها قيمة كبيرة جدا وانت بتلعب الزمالك الزمالك فريق كبير عنده جماهيرية وعنده يعني هو دايما التاني في كل شيء يعني التاني في الجماهيرية والتاني في حتى انت واخد 43 النادي الزمالك واخد 14 وبالتالي هو التاني في عدد الفوز ببطولات الدوري تظل دائما مباراة الاهلي والزمالك لا تفقد قيمتها كيف يفكر او كيف سي يفكر انا مش عارف يعني انا محتار هيعمل ايه هيفكر ازاي هينظر للمباراة يوم الخميس ازاي اتفق معك تماما يا كابتل اسلام شيئنا ما بينه اقوى ديربي عربي صحيح اقوى ديربي افريقي النادي اهل الزمالك قطباء القرى المصرية اعتقد حتى الاهلي وهو في عز مجده اعتقد حتى لو انا حصلت على خمس بطولات نادي الزمالك برضو يعتبر برضو نادي الزمالك هو فعلا القطب التاني نادي الزمالك في مصر فاعتقد المباراة لها معايير تانية مباراة القمة دي دي بطولة لوحدها كابتل اسلام اعتقد كمان ميسر الكولر ومجلس الإدارة كابتن سادر عبد الحفيز كابتن سامي قمصان كل دول اكيد حيوصلوا ميسر الكولر اهمية المباراة لان خلاص انا الحمد لله انا حصلت على الدوري تمام وده حق شرعي للمشور طويل الفترة اللي فاتت التعب من الإدارة من الجمهور كمان اللي كان مساند بشكل كبير جدا للعبة الندي الأهلي اللعيبة الجهاز الطبي الجهاز الإداري اعتقد كل ده كل ده بيترجم بالخمس بطولات والدوري الحمد للون انت حصلت عليه خلاص لكن قمة اهل وزمالك هي القمة اعتقد اعتقد لها معايير تانية دوافع كمان يا كابتن اسلام موجودة عند اللعيبة قريدي تمام لكن مصر الكورر كمان لازم ينتبه ان دي مباراة قمة واعتقد كمان النادي الأهلي النادي الأهلي والجمهور النادي الأهلي تمام هو مش طمعان ده 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 العادي انا عندي طموح ان انا اكسب النادي زمالك تمام حتى لو مباراة ما لهاش اهمية انها هتديني تلاتة بونط او حتى لو اتعدت لكن تعتبه مرض قمة انت لازم تفوز بها ان شاء الله طيب برضو يا كابتن عمر ماشي لكن اللي كابتن نخلة بيقوله ده طبعا كلنا فاتت عندما تم اتخاذ او من سنة وشوية عندما تم اتخاذ قرار انا بعتبره وحفضل اقول وحفضل دايما اشيد بهذا القرار لغاية لما انه اراحة اللاعبين كان لها دور كبير جدا جدا في الفرحة اللي احنا فيها السنة طبعا قرار التاريخي اللي خده كابتن الخطيب طبعا وخدته ادارة الكرة ولجنة التخطيط والمجموعة اللي شغالة في ادارة الكرة اعتقد ان هو كان قرار تاريخي طيب المصلحة فين المصلحة ان انا خلاص انا خدت الدوري عندي بطولة كمان اسبوعين فهم ويعني عندي كاس مصر وبقية كاس مصر وعندي مباريات الدوري بقية مباريات الدوري عندك السوبر عندك عندك كيف تفكر فيما هو قادر هل المصلحة في ان انت تريح اللاعبة او بعض اللاعبين او معظم اللاعبين معرفش كيف تفكر وبالمناسبة انا مرة تانية بقول ان هذا كل الكلام اللي انا بتكلم فيه ده هو كلام اسئلة بنتكلم فيها مع نجوم النادي الاهلي ليس تقديم لشيء ولا اعرف ايه اللي بتفكر فيه طبعا مستر كولر ولا اعرف اللي بتفكر فيه قدرت الكرة طبعا احرار يتخذوا ما يرونه من اقصد بس يا كابتن اسلام الراجل عنده طموح يكسب كل المباريات اللي هتقابله لغاية من يلعب السوبر الفترة اللي جاية هيفكر في ايه هيفكر في حاجة ايجابية انا هلعب فول تيم ومن خلال مجرات المباراة ابتدي اتحكم في الغيارات اللي انا عايزها ابقى محتاج ميني غاية طب ما هو الماشي اللي فات لعب خير دعب فتاح وشوية غير علي معلول نازل محمد هاني لعب برستاو شوية طاهر خرج مروان لعب فخري عبدالقادر يبدأ حسين هو اوتوماتيك هو اوتوماتيك بيعمل التغييرات والتدوير المؤاق كان تدوير عام في الاول لجزء الهجومي في النادل الاهلي بعد كده بقى تدوير خاص ازاي على قد المجهود اريح واشتغل مع اللعبة يا كابتن اسلام كابتن اسلام المباراة للقمة اهل وزمالك لك اهل وزمالك بالذات عند مدير فني هيركز وهيلعب فل تيم هيلعب فل تيم انا لسه بقولك في اول كلامي توبت المباراة مهمة ولمش مهمة طبعا مهمة جدا وبالنسباله مهمة اكتر من مباريات الدوري اللي حسن فيها هوليك الحاجة بالنسباله المباراة من مشهد واحد زي مباراة الوداد هو بالنسباله كولر مباراة الوداد من مشهد واحد اهle خلي بالحناك ده تفكير ايجابي لأ وخد يكون تفكيرة وخد يكون تفكيري موزف ممكن هو يبقى تعالى تفكير تاني مريف عليك كده دلوقتي لما قلت إن الرجل حير الخبراء وحير المحليلين كل شوية نهاردة بيلعب نخلة بكرة بيلعب إسلام بعده بيلعب حديدي بعده بيلعب مش عارف مين وهكذا مش مستقر باستثناء إنك هتفكر في الشيناوي علي معلول وبعد دلوقتي ببقى أشغال نفس الكلام الشيناوي ما قالك ما بحبش حتة التدوير لحراس المرمى بتطمن على علي معلول بعد مدة زمنية معينة وبلعب خرد عبد الفتاح هو في الوقت ده كابتل إسلام بيفكر في أهم حاجة من انتهاء مباراة للتحاد ابتدى يشتغل ويذاكر طبعا لمباراة التقيمة بتاعتقل الخميس بص بقى هو شغال إزاي راجل ما بيضاعش وقت تغير في حاجة واحدة بس تحليل أداء الأسلوب اللي هشتغل به إزاي أجمع على جهاز الفني عشان أشرح فكرتي والأسلوب والخطط اللي هشتغل بيها عشان لعيبة تنفذ خلاص لعيبة تقدر تقول كلنا بنتكلم أربعة تلاتة تلاتة ولا أربعة تلاتة واحد والأربعة واحد أربعة واحد أنت محتار الراجل لكل مباراة عنده مشهد وعنده ملف مقنع جدا بلعبته صحيح طيب برضو كابتل نخلة يعني عايزين نوصل للجمهور برضو رأيك في هذا الأمر أنت مع أنهي رأي مع الرأي راحة اللاعبين ولا مع رأي أن نلعب مباراة الزمالك وبعدين رايح ولا مع رأي ما فيش بقى راحة أريح بشكل خاص زي ما كابتل عمر بيقول اللي هو النهاردة هريح نخلة بكرة هريح إسلام بعده هريح يمكن نتكمل الكلامة كابتل عمر مباراة الاتحاد كابتل عمر كان فيه سبع لعيبة في الناد الأهلي المترجم لديهم كروت صفرة أثنين الشيناوي محمد عبد المنعم محمد هاني مروان عطية ديانج كهربا تمام كل دول كان عندهم انظار ثاني يعني أنا كنت مطمئنة أن محمد عبد المنعم مثلا محمد عبد المنعم وكهربا مثلا ما لاعبوش مباراة الاتحاد لقاء الرجل لاعبهم الرجل لاعبهم ده دليل يا كابتل اسلام يدل على أن الرجل عاوز يكسب مباراة الاتحاد عاوز يكمل لكن تاني بارجع بقول مباراة قمة هاي قمة أهل الزمالك يا جماعة مش هيتغير أهل الزمالك عشان كده بقول التركيز يا كابتن إسلام حتى حتى أنا بقول الجهاز اللي موجود مع مثل كولر كابتن سارد الحفيز كابتن سامو أمصان اللي موجودين معاه لازم حدي يكلم مثل كورر لا مباراة مهمة دي قمة أنا لما فوز على الزمالك في القمة دي هتتحسيب لي في تاريخي مهمة جدا جدا صدقني يعني أنا مش مثلا بقول لك إيه ممكن يكون هو عند رؤية تانية خالص يا كابتن إسلام ممكن يريح ناس ويلعب ناس معينة لكن هو بيعمل روتوشن بشكل نموذجي كابتن نخلق هو فيه أكتر من أن حمدي فتحي لو خد الإنذار الثالث في مباراة الوداد ملعبش المباراة تعتزهاب ولعب والزبط كلنا قلنا حمدي مش هيلع لا 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 هو عنده فكر بس في نفس الوقت فيه محاضرة بتاعت سبات المفعالي وهدوء ما يخرجش اللعيب عن تركيزه يخليه يديله دعم معين إنك إنت ممكن ينرفزوك يخرجوك بره شعورك ركز إنك تبقى أدائك إيجابي من غير ما توصل نفسك إنك تاخد نظار الثالث أنا بس عايز أوصل لك كابتن عمر إن القمة قمة أهل وزمالك أهل وزمالك طعم تاني نادي الزمالك لوت أجيب احترامه طعم تاني طعم تاني طعم تاني طبعا بنقول إن القمة أقوى ديربي فاطن العربي أيو أقوى ديربي فاطن العربي عشان كده اللعيبة بتحضر نفسها كويس جدا جدا حتى الجهاز الفني بيحضر كويس أول لعبته يمكن حتى أعتقد حتى من التشكيلة أتمنى التشكيل يكون نموذجي زي ما إحنا بنشوف كده مثل كورا مركز بالمباراة خلاص لكن أنا خدت دوري وارتحت لا 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 أنا عاوز أكمل مباراة لها قيمتها عمارا ما طفق قيمتها أبدا أهل وزمالك أتاز نبيل الحلفاوي وهو كبير الأهلوية على تويتر يعني نسميه الكبير على تويتر كبير ثنان الكبير ثنان الكبير طبعا وكبير الأهلوية كاتب كلمتين حلوين أول لازم أقرأهم إدارة الأهل الفشلة هو كاتب كده وارتتنا في مشكلة قد تسبب انقساما بين الجباهير أي طريق نختار فيما تبقى من مباراة الدولي السعي لرفع أرقامنا القياسية أم إراحة الأساسيين وتجهيز آخرين استعدادا للبطولات القادمة هل أنت تعحق ريكورد معين يكتب لك في التاريخ ولا تعمل راحة للعيبة عشان أنت عندك بطولات قادمة وتاخد أكبر قسط من الراحة لفترة تعب لتلحم المواسف بيني وبينك هي موضوع صعب مواعظة محترمة مواعظة محترمة أقول لك كابتن سلام إلعب مباراة القمة بقوتك بتركيزك بالتحضير جيد أعتقد أم أخوة اليوم هيفرق أنا على فكرة مش معه يعني أنا مش معه أن هو يريح أنا مليش رأي أنا بسمع تمام تمام وأنا بقوله لكن أنا بقولك إيه الرأي الآخر يقولك إيه طب اليوم هيفرق آه لأنه ما عنديش وقت تمام لأنه أنا تلعب الخميس لا أنا أقصد اليوم هيفرق في الراحة للعيبة للعيبة طبعا بدليل حيقولك بدليل القرار التاريخي اللي أنتو عمالين تقوله عليه تاريخي يا إسلام من الصبح وبتاع أن الكابت الخطيب رايح اللعيبة هو رايح اللعيبة وانت فوسط الدوري كان لسه 8-9 طبعا دوري كان ساعتها إكلينيكيا يعني انتهى ولكن نظريا احنا متعودين أن الأهلي دايما يلعب لغاية آخر وقت كان الدوري لم ينتهي وبالتالي هو راح هو من الطبيقة يا كابتن الإسلام مش 11 مش 7 ولا 8 9 13 لو أنا فاكرا ها بصورة 14 لكن أنا بقول مثلا كابتن عامل من الطبيعي من الطبيعي أن أنت خلاص في نهاية الدوري أعتقد يعني وحن الحمد لله يعني خلاص أنا البطولة النهاردة بفوز سرميكا على بيرمدز خلاص لكن أنا بتكلم أن أنت ممكن بعد مورطة الزمالك بعد مورطة الزمالك تبتدي تبتدي تدي للولاد الصغارين تمام أو عاوز أنت مثل كورا أنا عندك مثلا خمس ست لعيب عاوز تبص عليهم في الخمس مورطة الموجودين هقدر تشوفهم أعتقد ده حل نموزاجي أعتقد ده حل نموزاجي حتى أنت لو فكرت هتريح مثلا زي علي ما قالله عشان تدي محمد أشرف لسه راجع من بطولة أمم هتدي الكوكا لسه راجع يعني اللعيبتك موجودة بص التوازي أو التوازن اللي موجود من كولر على مستوى لعيبته كلهم فرما واحدة كلهم فرما واحدة عدد اللعيبة اللي موجودة 24 أو 25 لعب بما فيهم الحراس جاهزين في أي وقت هنقول حاجة بسطة جدا صد كابتن إسلام كل الناس تحتار فيها وأنت بتفكر للجهاز الطبي بيدي قرار إن الشناوي نسبة شفاءه 80% قال لك لا مش هيشارك إلا في مبارات الولادة الـ 100% أنت مصطفى شبير وهي كانت مغابرة ونجف المغامرة نوير الصغير ظهر وازبت جدرته فترة الكابتن إسلام بيتكلم عنها اللي بتاعت موسماني اللي تلع فيها أحمد سيد غريب وكوكا ومحمد أشرف واللعيبة اللي كانت موجودة وفخري أنت في الوقت ورأفة خليل أنت في الوقت ده زي ما أنت بتقولي نخلة مباراة الزمالك لها طابع خاص أخلص المباراة أنت خلاص حسمت وباركت وكل شيء في المباراة اللي حصل ما بين سيراميكا وبراميز بتدي بقى ادي لللعيبة وتطمن على إصاباتك وبتدي ريح لعيتك أكبر كدر ممكن خلاص ما أنت كده كده حسمت من النهاردة يوم لتنين مباراتك الإيجابية اللي أنت هتحقق هيوم الخميس إن شاء الله توسلك بقى أنك تريح لعيتك بأسلوبك اللي أنت شايفه في مصلحة اللي يقعب هل من الممكن أن يكون هناك حتى الرأحة الخاصة بإجراء تغييرات معينة ولكن البعض اللي مش حيلعب ما يبقاش بره خالص ولكن يبقى عادة احتياطي مثلا والله يا كابتن إسلام هو ترجع لرؤية مصر الكولر زي ما أنت قلت وأنا وكابتن عمر اتفقنا أنه هو بيعمل حاجات وبيتوفق فيها يعني أنا بقول سبع لعيبة عندهم كرتين كابتن عمر محدش خد كروت توفيه من عند ربنا هو مش مركز في مباراة الزمالك لو كان مركز في مباراة الزمالك آه كم يفكر في المباراة اللي هو بيلعبها على الآل لعيب محمد عبد المين عم أغيره محمد هاني محمد هاني كهرباء كمان الإنذارات اللي كانت موجودة لعدل لعيبة والروتوشن اللي بيعمله بشكل ممتاز جدا هقول لك على حاجة كابتن إسلام مصر كلها حاطت ده على قلبها أو جمهور الأهلوية أكثر أما حصلت التحمة بين بيرستاو ولعب الاتحاد كله وقف أن الحكم هيدي بيرستاو كارتحمة كله وقف أن هتفقد مجهوده في مباراة الزمالك زي ما احنا بقولك في الفترة اللي جاية هيحسم حاجة معينة ويبتدي كل هتشوف تشكيل عجيب وغريب يعني داخليا أو اللي على الدكة أنا أحبش أقوله على الدكة بقول وفرت لعبة النادي الأهلي وينجوم النادي الأهلي تعالي كافة أي مدير فني ارتفاع مستوى الأداء اللي ظاهر لنا الفردي والجماعي والبدني احنا شايفينه واضح مش عشان احنا أولاد من أبناء النادي الأهلي بنقول الكلام ده لا ده واضح للناس تطور الأداء اللي احنا شايفينه المعيش دي برضو وإحنا بنتكلم دي تويترت الأساز نبيلي الحلفاء وأنا بيقول لإدارة الأهلي فاش طبعا هنا هو بيتريق يعني هو بيتريق على اللي كان بيتقال اللي كان حد بيقول ويقولك لإدارة فاشلة تعالوا تعلموا مني يعني الكلام اللي هو ده فهم فهو هنا بيتريق في مشكلة قد تسبب انقساما بين الجميع أي طريق تختار الآن فيما تبقى من مباريات الدولة السعي لرفع أرقامنا أم إراحة الأساسيين وتجهيز آخرين استعدادا للبطولات القادمة أنا أخذ الإجابة الأولى أنت تأخذ الإجابة السعية لرفع الأرقام وإنت يا كابتن أخذها والله يا كابتن طبعا 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 حتى جمهور نادل أهلي ما بيقبلش غير بالفوز بالبطولات دي حقيقة يعني بصراحة تعودنا لك فكرة الأقرب أنه ده يحصل طبعا طبعا ولكن يعني مرضو محتاجين أنهنا نتكلم في كل الأمور علشان يعني في النهاية الأرقام ومباراة للأهلي والزمالك ستظل دائما طبعا طبعا قيمتها حتقل يعني مش عارفوا قولها إزاي يعني حضراتكم لعبتم مباراة أهلي والزمالك كتير المباراة لا تقلق قيمتها أبدا إلا في بعض الحلقة يعني أنا أتذكر لسه زميلي أيمان جيلبرت اللي حيبقى ضفنا في الجزء التاني من الحلقة بعيتلي دلوقتي بيقول لها كابتن في 2007 إحنا خدنا الدوري في 2007 أنا كنت بتشرف بالتواجد مع الناد الأهلي في ذلك الوقت في 2007 أخدنا الدوري الجزء عمل إيه بس كان واخد القرار قبله ريح 13 لعب يعني 11 و2 أساسيين 11 أساسيين و2 احتياطيين خلاص وقال لك جماعة خدوا أجازة أسبوعين ولا ثلاثة عشان إحنا هنرجع على بطولة أفريقيا على طول ساعتها لو تفتكروا بطولة أفريقيا بتتلعب شهر 8 بالزبط وإحنا خلصنا الدوري خلاص تلاحهم الموسم الجديد ما أنت فترة أعدادك في الوقت ده خلاص بتاع والزمالك كسب الأهلي 2-0 الزمالك كسب الأهلي 2-0 في الوقت ده لأن الأهلي لعب بدون 13 لاعب وجوزه نفسه سافر ولعبنا بعدد كبير من وجمهور الأهلي في الوقت ده كان ساعت المدير فني سيزا نعم كان المساعد بتعمل منور جوزه هو اللي اشتغل لا لا كان كابتو حسام البدري أه كان كابتو حسام البدري يعني فهو يعني حصلت قبل كده أنه هو ولكن جوزه الحقيقة كان يعني شخصية قوى جد آه وما فرقش معه الأرقام ما فرقش معه حاجة قالك راحت اللاعبين وفي 2008 كنا خسرنا الكاس أفريقيا دوري أبطال أفريقيا في 2008 رجعنا خدنا برضو كل البطولات تتوقع كده جيد الإسلام؟ نعم أنت تتوقع على مثل كولر ممكن يريح مثلا حوالي 7-8 لعب أساسين تتوقع؟ ما مش عيرف بعد أنت عشرته الفترة دي كلها هتقدر تقول إنه هو ممكن يعمل كده؟ أنا شايف أنه رجل زاكي جدا وبيشوف مصلحته مصلحت الفرقة يعني طبعا قبل أي شيء بس تاني بكرر برضو أهل وزمان القمة ولازم تركيز بها ولازم ناخدها بشكل إيجابي طعم تاني يا كابت الإسلام خالص أنا دي وجهت نظر يا كابت الإسلام هم 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 اللي بلعبه هو التديور هم هم قد تكون هادي فكرة هتقول عبدالقادر مش موجود حسين ما هم اللي بلعبه هتقول بلاشتاو هيبقى طاهر ما هو اللي موجود شريف على حساب كهرباء هو اللي موجود مروان أو فخري على حساب ديانج أو السلية هو هتلاقي الوحيد البعيد السلية وكريم وأكرم توفيه هم البعاد علي معلول هتلاقي موجود خلد عبدالفتاح موجود هاي محمد هاني موجود الرابط بين الربيع باستثناء إصابة محمود متولي هتبقى ما بيه عبد منعم ورامي وياسر وشحات نفس الكلام نفس الكلام مفيش حد ناقص هم هم فرقتين موجودين في النادي الأهلي اللي موجودين الحداشر اللي انت بتختارهم أي حد بيتواقع أما اللي موجودين 24 لعب 24 لعب تختار منهم تحتار أو تحتار دي ميزة كبيرة جدا في مثل كولر أنه يعمل الروتيشن بالشكل ده صحيح قبل كده ميزة المسلماني ما كانش يعمل كده خالص كان بيهتم بالحداشر اللعيب وصبحان الله كان التوفيق معاه الأمانة يعني هو طبعا عمل تاريخ لنفسه تمام وإضافة طبعا كإضافة لين إننا إحنا يحقق بطولات لكن الموضوع مختلف خالص بالميزة المسلماني وميزة الكولر الرجل يعني الناس اللي برة بدأ يديهم قط اللبس دي ما فيش مشكلة دلوقت خلاص ما عندك مشكلة انت بتدي للناس في وقت بالزبط كده خلاص ما فيش فرق إذا ما قال لكابتن عمر إن ديانج لأ مروان طب فاخر دلوقت بدأ ينزل انت بتدي الناس كلها وقلت حمد عبدالقادر وكان حمد موجود برسي تاولو دور طب الحالة الفنية العالية اللي ظهر عليها لعبة النادي لأهلي دي اللي احنا منونا عليها تطوير مستوى الأداء الفني والمهاري والزهني والخططي يتحس المثل القرار هو المسؤول عنها تجهيز اللعيبة وتحضيرهم إنهما زربوا شكل الممتاز ده ما بتكلمش يا كابتن عمر على مباراة ولا اتنين لا انت بتكلم على مباراة على مباراة استمرية أداء فاكر مسلماني قال هو ماشي جمهور الأهلي عايز ياخد كل البطولات ضغط علي ويقول لي انت مطلوب منك كل مباراة نتيجة كل ممتش على حدة بإيجابية بمكسب النادي الأهلي أكثر الأندية تتوجن بالدوري المصري الأهلي 43 الزمالك 14 الإسماعيلي 3 المقولين 1 الترسانة 1 غزل المحلة 1 الأولمبي 1 طيب طلع النادي الأهلي برا 14 و3 17 17 21 21 19 21 21 21 21 21 البطولة اترحهم من 43 اترحهم من 43 حيبقى قال لي من 29 برضو اللي هما للنادي الأهلي لكن عموما للنادي الأهلي فيه منطقة أخرى يعني طبعا معنا 22 زيادة بالمناسبة أنا واخد يعني أنا كإسلام يعني كمان واخد مثلا الدوري مع النادي الإسماعيلي بعيدا يعني عن الأهلي عن دوريات الأهلي واخد دوري مع نادي الزمالك بالمناسبة برضو لعبت مطش ولا مطشين هه بس اتحسب لي دوري طبعا فاااااااااااااا لكن الأهلي 43 الزمالك 14 الإسماعيلي 3 المقاولين واحد ترسانة واحد غسل المحلة انا توجدت في الثلاثة الأوائل أهلي زمالك إسماعيل آه حققت معاهم الثلاثة دوري الحمد لله آه 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 وبالتالي النادي الإقالي 43 دوري آه يعني سجل برضو إنجاز كبير. تطرحت العدد. تطرحت العدد من واحد وعشرين من التلاتة واربعين. منظومة نجحة الحقيقة. وقرارات بيتم اتخاذها. وخلي بالك لما نيجي نتكلم هنا. تتكلم عن إدارة الكرة. إدارة الكرة كابت خطيب. لجنة تخطيط. شركة الكرة. منظومة كاملة. منظومة كاملة. وليس شخص واحد. دايما لما نيجي نتكلم يقولك لا. تكلموا عن مجلس إدارة الأهلي. تكلموا عن إدارة الكرة في النادي الأهلي. يتكلموا عن كذا. هذا هو الفرق. نحن دايما لما نيجي نتكلم بنتكلم عن إيه؟ جماعية. الفرقة ما بنقولش لعيب. الفرقة بنقول للفرقة. طبعا. كولر بنقول جهاز فني. بنقول كولر. ولكن لأن كولر يستحق. لكن كولر هو رأس الجهاز. مظبوط. وبالتالي يستحق كل التحية وكل التقدير. أعتقد إن كلمة السر هذا الموسمة كابتل عمر هي خط الوسط في النادي الأهلي. طبعا. أنت بتكلم في مروان وحمدي وديانج والسولية. أنت وتاو ناحية اليمين. وحسين وطاهر وعبد القادر. أنت عندك القلب بتاع النادي الأهلي. أربع لعيبة. وجاي لهم الأسد الصغير. أجرم توفيق بعد الشفاء إن شاء الله. فأنت محمدي خرج. أنت جميل النادي الأهلي حزينة. حزينة. مش عشان. لا إحنا مبسوطين لحمدي فتحي. رئيس النادي بيقولك إحنا مبسوطين للمبارات الودية اللي هنلاعب فيها بطل أفريقيا. خدت ابننا وهيلعب ضدنا. خدت ابننا وهيلعب ضدنا. حمدي فتحي. الراجل بيقعد تويتا بيقولك أنا سعيد بالمبارات بتاعة الاتحاد. وكنت أسعد في مبارات الإسماعيلي. وأنا بتفرج على زمايلي. اسمعت علي أفشا. قالك حمدي فتحي. مثال للراجل المنضبط. اللاعب الهائل. يعني أنت ماشي. وأنت عندك استعداد ترجع في أي وقت. نفس الكلام السلية. قالك أنا حسيت شهادتي في مجروحة أنه نجم كبير. كان موفر عنا كتير قوي. كابتل إسلام أنت لغاية دلوقتي. بتتكلم عن الجيل بتاعكم. جيلة الألفية. وإحنا بنقول لعيبة النادي الأهلي عمله اسم كبير لمن والجزيه. مش من والجزيه اللي ضفت للنادي الأهلي. لعيبة النادي الأهلي اللي ضفت لمن والجزيه. تمالي فيه كده معادلة صعبة. فيه مدير فني يعمل فرقة. مورينيو عملت شلسي. أما الأهلي عمل كولر وعمل اسم المسيماني. وعمل الهديكوتي من اللعيبة. والأسف وجوك. وهولمن وهاريس. والأسماء كبيرة كانت موجودة. معاك جهاز إداري على أعلى مستوى. محنك بيفكر في مشروع هايل. أما فكر في فيلر. جاب فيلر دلوقتي معين. وحصلت موضوع كورونا وكان في الاختلاف. أما جاب كولر. الدنيا بتعيد نفسها تاني. بتعيد نفسها تاني. راجل شخصية. راجل أسلوب. عنده من الدراية القروية. يقدر يستعمل الأماشة اللي معاه. رغم النجيه في وقت بسيط. قال لك أنا قبل ما وصل المطار. كلموني عن مباراة السوبر. صحيح. ووظف لعبته. وخرج من المباراة ببطولة. ابتدت تتوالى الساقية المكسبية للنادي الأهلي. في الخطوات القادمة. أستاذ نجيب ساويرس. طبعا رجل أعمال كبير. قال نهاردة هتاف اليوم. يعني طبعا أهلاوي كبير. يعني عندما سئل عن ما بين زد. قال لك أهلاوي. قال لك أنا الأهلي يكسب. ما أنه هو صاحب نادي زد. لكن تمام. هتاف الأهلي أو هتاف اليوم. يعني إيه الدولة المصري. يعني كله يعيش الوهم. والأهلي ياخد الدوري مقتبس من جماهيرنا. أو مقتبس من جماهيرنا مع الشكر. ده الأستاذ نجيب ساويرس على تويتر أيضا. يعني كاتب هذا الكلام. إن كله يعيش الوهم. ولكن يظل دائما الدوري في النادي الأهلي. هو كله يعيش الوهم. والأهلي يعيش الواقع. أو على رأيك صحيح. أهلي يعيش الواقع. كله يعيش الواقع. ما الواقع إحنا عايشينه دلوقتي هو. صحيح. كابت النخلة أصعب دوري خدته كان إيه؟ أنهي دوري. تخدت كم دوري الأول؟ أخدت 2 دوري. أصعب واحد فيهم أنهي. أصعب دوري أعتقد. 95-96 كان في جمهورة شبين. رضا عبدالعال جاببون. ده كان أصعب دوري. ده كان أصعب دوري. ده كان أصعب دوري. إحنا وصل بنا كان الكابتن ثابت مواقعة. مش عمرنا ما هننساها. وإحنا في قطة الليبس قاعدين. والزمالك بيلاعب المحلة. وفضل خمس دقايق. وكابتن أحمد رفعت رحمه الله عليه. بيشاور أن الكابتن أحمد الكاس ينزل. كابتن ثابت هو خارج. يلا جماعة التمرين. الكرة دي هتخش جوه. اترافعت من الكابتن عصام مرعي. جابها الكابتن كاس. كابتن لسه بدري. احنا حققنا في الوقت ده. مطشاط كلها. كسبنا الترسالة. كسبنا شبيل. كسبنا الإسماعيلي بتاع 4-3. اللي هو بتاع موسم 94. بتاع كابتن محمد رمضان. بتاع كابتن رمضان. تخيل كابتن رمضان كان عنده مشكلة في رجبته. وكان مجهز نفسه. إذا جاب 3 جوان. جاب 3 جوان. إن هو هيعمل عملية. وبعد المباراة 3 جوان. يعني أول مرة نشوف كابتن رمضان. يعبر عن فرحته بالجاري. كان صحيح. تمال لي بيقف ونحن بنروح له. لا بالجاري. يعني حاجة نحن بننزل أول 5 دقايق. بننصفر لنا. أفضل اللعيب اللي بتحرك من غير كرة في مصر. ويعمل لك أصعب حاجة في الكرة. ما تتخيلاش انت كمساك هو يعمله. يعني يروح على القريبة. يملك وضع طاير. يغار اتجاه الكرة وهي متشاطة. يعمل أي حاجة. بص احنا عصرنا 3 فراودة. وقالنا فيليكس الرابع. كابتن رمضان. وكابتن حسام حسن. وكابتن أيمن شوقي. واحمد فيليكس. احتار بقى تلعب مين؟ من دول. وبعد كده جي كوشري. لقب في 95 هدف 95. فانت محتار بقى دلوقتي من اللي موجود. ومن الهدفين. كم من الهدفين موجودين. دي التويتر بتاعت الأستاذ نجيب ساويرس. كتاف اليوم. يعني ايه الدوري المصري. يعني كل يعيش الوهد والأهلي. ياخدوني مقتبس من جماهيرنا مع الشكر. أهلوي جميل طبعا. أهلوي جميل. أهلوي بقى حنحاول نجيب لحضراتكم طبعا كل الحاجات اللي بتظهر على تويتر. وانا قاعد بابص كده الحقيقة. كلها حاجات جميلة جدا وكلها أشياء بتعبر عن حب جمهور الناد الأهلي لفريقه. طب أصعب مباريات الزمالك. يعني تلعبت كده أربع مباريات زمالك مثلا. أيوة. صحيح. أصعب واحدة فيهم كده. والله يا كابتن إسلام عايز أقول لك حاجة. من ضغط الجمهور كل مباراة أهل وزمالك صعبة. الأربعة. الأربعة. أي أهل وزمالك قمة صعبة. صدقني. الجمهور. الإعلام. الجهاز الإداري اللي معك. المجلس الإدارة. عايز أقول لك أن المجلس الإدارة يعني مش ممكن. دعم غير عادي. الجمهور قبل المباراة بأسبوع. المباراة أهل وزمالك كابتن عمر. طبعا أنتم موجود طبعا. في التتشي كانت مقفوة. حوالي 25 ألف. صح. بيتفرغوا على التمرين. للمحاضرة الكابتن صاد. موضوع صعب جدا. عشان كده أقول لك. لا. القمة قمة. كل مباراة أهل وزمالك صعبة. والمباراة أهل وزمالك بيتولد فيها نجوم. أعتقد يعني عمرها ما تفقد قيمتها أبدا أهل وزمالك. صحيح. كابتن عمر. أصعب مباراة إحنا كنا رايحين والزمالك بفول تيم. وكان ساعتها تسوبل وأول عشر دقايق. واحتكاك واستفزاز والتحامات فيها عنف. وفجأة أحمد فليكس طرئيسة لحسن عبداللطيف الهدف الأول. بعدها على طول سروب هص من شام حنفي. انفراض لكابتن حسام حسن في ندر السيد. إحنا ساعتها شفنا. لا تغريبة يا كابتن إسلام. بنعمل أوف سايت في نقطة ضربة الجزاء. كابتن نبيل محمود بيعمل أوف سايت. وشام حنفي بيعمل سروب هص لحسام حسن. ونهينا. إحنا ما حسناش غير إن إحنا كلنا في الملعب. كلنا في الملعب. وأقوى ماتش كان أهل وزمالك ونتها واحد واحد. كان ضربة جزاء. شطها كابتن عبدالعب رحمن. اتصدت. اتصدت. غير اتجاهها كابتن إبريم حسن وأحرصها في التعادل. لتعادلنا واحد واحد. دي أقوى مباريات أهل وزمالك تلعبت. في الخمس مواسم اللي احنا كنا موجودين فيه. حقيقي. أخيرا كابتن نخلة وكابتن عمر أخذ منكم كلمات لتهنئة جمهور النادي الأهلي. ومجلس إدارته ولاعبي. وجهازه الفني. طبعا بمبارك طبعا منظومة النادي الأهلي. على الرسالة طبعا الكابتن محمود الخطيب. على مجلس إدارة طبعا. مجلس إدارة يعني بصراحة كان متعاون جدا. أعتقد لجنة الكورة كمان كان لها دور. بشكل طبعا جمهور النادي الأهلي طبعا. اللي هو بيبس الحماس والروح والإصرار في لعبة النادي الأهلي. يعني أعتقد رقم واحد هو جمهور النادي الأهلي. الفرحة دي كلها رقم واحد جمهور النادي الأهلي. أعتقد يعني ألف ألف مهروك طبعا. أتمنى يا رب إن شاء الله بإذن الله في كاس جاي. وفي سوبر جاي. طبعا بإذن الله بإذن الله. اللي جاي كله بطولات بإذن الله إن شاء الله. طيب قبل بس ما أختم مع حضراتكم. خلينا ناخد أيضا أحد نجوم هذا الجيل الرائع الحقيقة لنادي الأهلي. لسه كانوا الكابتن نخلة وكابتن عمر بيقولوا إنهم يعني جي في آخر سنة تقريبا كابتن كوشري. أه طبعا. يا كابتن مصر يعني أولا أهلا بيك على شاشة خانات النادي الأهلي. سانيا ألف مبروك فوز النادي الأهلي بالدرق رقم 43. حبيب يا كابتن إسلام بمس عليك وعلى كابتن مصر. ده لسه بيقولوا كابتن كوشري حالا دلوقتي. حبيبه دايما من الجماعين كده في البطلات والخير ومليوم مبروك مليوم مبروك للنادي الأهلي لمجلس القدارة والاجهاز المعيبة والجماعير الكبيرة ويعني ده النادي الأهلي دايما يعني احنا بنقول الحمد لله إن احنا أهنوية لأن دايما للأهلي فرح فمليوم مبروك والطولة يعني دايما الأهلي يستحقه عن القدارة والصحقات رغم الصعوبات ورغم الإرهاق ورغم كل الصفقية والمؤكلات إلا إن دايما نادي الأهلي دايما بيبقى في المعاد ودايما بيفرح جماعيره فمليوم مبروك على الجميع وعن نادي الأهلي ودايما إن شاء الله الأهلي كنت تترى كابتن كوشري عشان ما طولش عليك أنا عايز أسألك سؤال مهم ولسه كنت بسأل كابتن نخل أنا قلتلكوا دايما السؤال ده عبقى هو الأساس اليومين 3 اللي جايين العنوان الفترة اللي جايين نفس الرد على فرح أهلي وزمالك كيف ترى هذه المباراة هل مع راحة بعض اللاعبين ولا مع أن نلعب بفول تيم لا هو طبعا كابتن نسلم أنت عارف مبروك الآله والزمالك يعني السريق دايما بيذكرها مبروك مبروك كبيرة وبيستناها يعني جماير قطين وإنت عارف جمهورنا طماع وحقه إنه هو طماع طمع إيجابي يعني طمع طمع إيجابي أه طمع طمع إيجابي بفول تيم بأعتقد إن الراجل عايز يخلي الصورة كويسة والشكل كويس وتكمل طبعا بفوض على نفس مالك وخاصة إن الفريق يعني خلاص يعني أنا شايف إن الراجل ما شاء الله علاقته باللعيبة كويسة بيدورة كويس اللعيبة رغم الترهاب وأنا يعني بشفق عليهم يعني كان الله فعونه وإحنا كله بنفتح التلفزيون اللاق الالي بيلعب أبني استمتع لكن اللعيبة حلوة دي حلوة دي كله بنفتح التلفزيون اللاق الالي بيلعب اه اه يعني كلهم عارفين الآهل ايه نعطان كويس دي احنا بنبقى مبسوطين لما بنتفرج عليهم ايوه وقالك احنا بنبقى مبسوطين يعني لكن كان الله فعونه اللعيبة اللعيبة برضو يعني آآ آآ فيه يعني آآ يعني آآ تعب بدني ولاكد في المباراة يا كابت الإسلام انت عارف اللاعب يبقى منتظرة والنادي الآهل المباراة دي مباراة كثيرة وتصنع نجوم وبتعلي نجومين اللاعب فالتالي آآ لا اعتقد الرجل هيلعب بالشكل الاساسي بتاعه لان خلاص هو يعني حسم الدوري لكن عايز ان الموسم بشكل يعني متكامل آآ بتغوز ان شاء الله في مباراة الزماني فاعتقد ان هو هيلعب بالتشكيل الاساسي بتاعه آآ واللعيبة ان شاء الله هتبقى مباراة حلوة آآ اللي يعني أنا شايف اللعيبة آآ خلاص يعني تشال من عليه حتى ضغطات ان هو عايز يحصل على الدوري فابالتالي هيلعب مباراة польз hotel وحنه عندنا ميزة جابتها الاسلام اللاعب الالي بتعرف تتعامل مع المباراة دي همم وبتركز على قد المباراة وبتهتم بالتفاصيل واللي طبعا النادي الآيبي التفاصيل بتفرج جدا ama النادي الالك فان شاء الله في إسم الله هتبقى ان شاء الله NAZL يا رب ان شاء الله. كابتن كشري لعبت كان ماتش عالي وزي مالك. والله يا كابتن الثام. انا كانت في حاجة يعني ايه لو ده لترجع بالتاريخ اه. كل ما كان فرقة ديها بدأ. وقولولي سخن يا كشري. طب سخن يا كشري. طب سخن يا كشري. اه الله فقول سخن يا كشري. خلاص بقولك ايه بقولك ايه? بقولك ايه? يا مسائل انا بنحاولي كابتن ايمن شوقي. لما تيجي تانا وانت حابت تتفرج. قول سخن يا كشري عشان ربنا يساهم. ايه ان شاء الله. ان شاء الله. مبروك لك. مبروك يا حبيبي. مبروك يا حبيبي. كابتن احمد داخل. كابتن عمر الحديدي. نجوم فوق العادة وانت كنت نجمي كبيرة. بنا خليك يا كابتن مصر انت يعني بشكرك جدا على هذه المداخلة وعلى هذه المباركة ومبروك لك طبعا كاحد النجوم الكبيرة اللي كان لها دور كبير في المساهمة في عدد كبير من البطولات مع النادي الاهلي. كابتن عمر اسمع منك برضو تهنئة بقى لكل للجميع الحقيقة. اول شكر للاكتر واحد شال ضغوطات حوالين النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب. حي. الهدوء اللي كان بيتعامل بي. الاحتواء لمجلس قدرته ولعبته ووجود مدير فني راقي بالمستوى اللي غير فكر الكرة المصرية كولر في وجود الكابتن القطيب ومجلس قدرته. الداعم الاول زي ما بيقوله اكسر الحياة جماهير النادي الاهلي اللي النابض لينا اللي الناس كانت بتعلق. ما قلت تمانين مليون. لا ده بقول دلوقتي مئة مليون اهلاوي صغير وكبير بيفرح للون الاحمر. لو اللون الابيض ده تشيرتاته امصان الدم اللي جوه البناء ادم اهلاوي. كل واحد فينا بيحب نديه وسلوبه. ارتفاع مستوى اداء النادي الاهلي ونجاحاته جاية للاستقرار الاداري والفني. وجود الكابتن سامي امصان ودعمه هو كابتن سادة وحفيز لمجلس الادارة. والنبض اللي وصل لكولر كله منظومة نكحة. الاعجاز اللي الاهلي عمله لسه هيكرر في الفترة اللي جاية. بحصد باقي البطولات لموسم تلاتة وعشرين وان شاء الله اربعة وعشرين. وايجابيتك اللي انت بتشوفها من كولر دلوقتي هتشوفها في كاس العالمي الاندية وفي الصبر القادم باسم الله. يا رب ان شاء الله ونشوف هنيجي هنا مع كابتن اسلام. هنيجي هنا مع كابتن اسلام عشان البطولات المتبقية. عايزينها كاملة. اه يا رب يا رب البطولات القادمة كلها تكون من نصيب الاهلي. احنا زي ما كابتن كوشري قالي احنا طمعين. ولكن طمع ايجابي الحقيقة. يخلينا دايما نبقى. عايزين نبقى مبسوطين. هو ده جمهور النادي الاهلي. وهذه هي الفرحة النهاردة مع اتنين من النجوم الكبار اللي كانوا مشرفينه. النجم الكبير كابتن نخلى اللي باشكره جدا باشكره جدا كابتن نخلى على وجودك. شكرا. انا والف مبروك مرة تانية. حبيبي يا كابتن اسلام ساعتك جدا موجود معاك. والف مبروك. دايما احتفالات. كمان النجم الكبير كابتن عمر حديدي. فرصة ان انا كان وحشني جدا فشوفته مع حضرتك. جمعنا شوية. طبعا نوكوشري كمان. ألف مبروك يا كابتن عمر. باشكرك جدا على وجودك. حبيبي يا كابتن اسلام. ألف مبروك لنادي الاهلي وجماهيره لعبته. ويوم الخميس نبرك لبعض. ان شاء الله بالمكسب بإذن الله. يا رب ان شاء الله. نشوف برضو ماذا قل محمد الشناوي لكل جماهير النادي الاهلي. من خلال طبعا تويتر على تويتر. او على تويتر على تويتر. محمد الشناوي مبروك لجمهور النادي الاهلي ومجلس. ادارته وجهازه الفني الفوز ببطولة الدوري. لعيب رجالة. وكانوا على قدر المجلس المسئولية. وكانوا قدر المسئولية. ده تويتر محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي. واحد النجوم الكبار في النادي الاهلي. الحقيقة كلام مهم جدا قاله كابتن شناوي. بالفعل هؤلاء اللاعبين يستحقوا كل التحية. يستحقوا كل التقدير. يستحقوا كل حاجة حلوة. طبعا. طلبوا اللي انتوا عايزينه وعملوا اللي انتوا عايزينه. كلنا كجمهور حنفضل في ظهركو. وحنفضل وقافين معاكو. لانكم بالفعل خرقتوا من كبوة. صعبة جدا. وصلتون لكل البطولات اللي احنا عايزينها. قابلنا الاعتذار. لسه يعني طبعا. ثلاث بطولات او بطولتين كمان. ولكن جمهور الاهلي قابل الاعتذار بعد مباراة سانداونز. الاعتذار جاء في صورة بطولة افريقيا والدوري العام. وبالتالي قابلنا الاعتذار من كل اللاعبين. اعتقد ان الجمهور الاهلي سعيد جدا جدا بالاداء اللي حضراتكم بتقدوه. شكرا يا كابتن محمد الشناوي على هذه التويتا. وشكرا لكل اللاعبين على هذا الدوري. ان شاء الله القادم افضل. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هيكون معايا ايمن جلبرتو. وصبري سراج في ضيافة البيت الكبير. احنا مسهلا بحضراتكم مرة اخرى. خلينا نراحل فيديو في هذه الفقرة. صبري سراج ازاكا صبري. مبروك. الله يبرك فيك. فعلنا شهرين احنا مولعينها. الحمد لله. الحمد لله. حمد لله. حمد لله. حمد لله. ريز. خمسة. كابتن خمسة. خمسة مواجهين معنا. ازاكا ايمن جلبرتو طبعا. ربنا خليه مفروض نعتمد دي شوية. خمسة دي عندك دوري. كاس. سوبر. سوبر. والحداشر. على فكرة. فعني كف. اقول لك اصلي انتو ايه اتغلبتو خمسة من اسمه سانداونز. ما عنديش مشكلة. كانت برضو فقل خير علي على فكرة يعني. انا اتغلبت خمسة من سانداونز. كانت فقل خير علي. بمعنى ان انا بعد الخمسة بتاعت سانداونز خدت كل البطولات. صحيح. خلاص. فيعني اقصد ان لان هم ادلقتي بيترياءه يعني على الخمسة. كرة عادي. بتحصل. لا بتحصل. يعني ان شاء الله بتحصلش تاني. ان شاء الله. انتمناش ان هي بتحصل. ولكن. اعتقد ان بعد هذه المباراة كانت بداية جديدة الحقيقة للنادي الاهلي. ووقفت جمهور الاهلي مع لعيبته بعد هذه المباراة حديدا. هي اللي خلتنا نبقى قاعدين مبسوطين. صحيح. بالخمس بطولات خلال الفترة الأخيرة. صبري حابدأ معاك. مبروك طبعا. الدرع المرة التلاتة واربعين في عمر. عايز اقولي على التوالي يعني. تقريبا. تقريبا على التوالي. مغابش. بس مغابش كتير برده. مغابش برده. لا سنتين كتير بالنسبة لي. احنا السنة بتبقى كتير. لكن تلاتة واربعين اللي بعدك اربعتاشر. فرق كبير جدا. صحيح. النادي الاهلي على مدار تاريخه هو أنجح مؤسسة الرياضية في مصر. احنا بنتكلم ان اي نادي تاني بعدنا بمسافة كبيرة. ده مش غرور ومش احنا مش في حتة مش في برج عاجي. وبنتكلم من حتة مش حقيقية لا. الحقيقة للنادي الاهلي. مؤسسة كبيرة نجحة طبيعي جدا. انها توصل لهذا الكم من البطولات. عشان هي ماشية صح. من يوم ما ابتدت لحد النهاردة. في قصص. في قيم. في مبادئ. في حاجات كتير جدا. احنا ماشينا عليها سواء إداريا او أخلاقيا. او في شتى المجالات وشتى الطرق جوه النادي. فالارث ده مورث من جيل لجيل. وبالتالي النجاح مستمر دايما من جيل لجيل. من الحاجات السوابت اللي احنا تعلمناها من النادي الاهلي. انه لما بيقع له ألف قومة. فان احنا وقعنا في مرة او اتنين قدام سانداونز. بعد المرة الاولانية. وبعد المرة التانية. وصحيح هي نتائج كبيرة. لا نتمناش انها تتكرر. طبعا. لكن كان دايما رد الفعل بيكون سريع. باننا بنفوز بالبطولات التالية كلها. فالنادي الاهلي دايما عودنا على كده. ان الوقع ما بتكسرش. الوقع بتقوي. بنقوم أقوى. الحمد لله محققين كولر من ساعة ما جه. ما شاء الله. خمسة من خمسة الخمس بطولات اللي دخل فيهم خدهم. احنا اول فريق. او الفريق الوحيد في العالم. الحقيقة في الفين تلاتة وعشرين. اللي فاز بأربع بطولات. فيا ربنا استمر على ده. مبروك لمجلس الإدارة. مبروك لجماهير النادي الأهلي. الحقيقة كل المنظومة السنة دي. القناة والنادي. والمنظومة الإعلامية. والمجلس الإدارة. واللجنة الكور. كل حاجة. حتى الجمهور كله قام بوجبه تماما. كان السنة دي. كان كل الناس حاسة ان لازم تكون السنة مختلفة. فالحمد لله. ربنا اكرمنا وفوزنا بكل البطولات. وقبل السنين الجاية كلها يا رب. لا ولسه بقيت الموسم كمان جيل بيرتو. لا طبعا. يعني النادي الأهلي زي ما حدك قلت كده. هو فارق. لان احنا بنشتغل صح. بنخب بكل الأسباب. عندنا مجلس إدارة دايما. بيحاول ان هو. لو فيه أخطاء. يحاول ازاي تداركها بشكل سريع. ما بنكبرش. جمهور النادي الأهلي جمهور دائما مساند. حتى في الوقت اللي ممكن جمهور النادي الأهلي بينتقد فيه. هو بينتقد في وقت معين. ما فيش انتقاد عندنا دائم. ما فيش. ما عندناش ناس بتحارب لأغراض شخصية. أي حرب تبقى موجودة. بتبقى عشان النادي الأهلي وعشان استمرية النادي الأهلي. مرنا ببعض الأزمات الموسم الماضي. ازاي ان احنا نجحنا في اننا نتداركها الموسم الحالي. ده سر من أسرار فوزنا بالدوري. هو ان احنا ما بنكبرش في الغلط. كان السنة اللي فاتت عندنا بعض القصور. عالجناه السنة دي. بعد مباراة سانداونز. زي ما حضرتك قلت كده. الموسم كان بادي كويس. مباراة سانداونز تحديدا. وقبلها كان مباراة الهلال. هم اللي كانوا. يعني زي ما بنقول كده ايه. الوقعة اللي كانت في نص الموسم. ولكن بسبب الماضيين دول. كل حاجة تغيرت في فريق الكرة في النادي الأهلي. وهنا ده حاجة تحسب للمدير الفني مارسل كولر. تحسب للجهاز المعاوم معاه. تحسب لللاعبين. اللي الكابت محمد الشرناوي ققاعد للفريق. وهو بيقول في كلمته. إن اللعيبة على قد المسئولية. أعتقد هذا الجيل يعتبر جيل زهبي. تاني في الألفية اللي احنا عايشينها. بعد الجيل الزهبي اللي كان متواجد معاه. يعني كل البطولات. احنا النهاردة نتكلم في خمس بطولات في هذا الموسم. رقم كبير جدا. لسه عندنا فرصة السوبر الأفريقي كمان. لو هيتلعب في سبتمبر. للسكاس اللي احنا مخلصناهوش ده موجود. فلا يعني حاجة تحسب لكل المنظومة. مبروك لنا كلنا. وإن شاء الله يعني دايما ناخد القرارات. ودايما نشتغل على أن احنا نفضل يعني ننافس نفسنا. أن احنا كرقم واحد ونفضل دايما رقم واحد. لأن هذا هو قدر النادي الأهلي وجميع. خلينا بقى نبدأ نتكلم في معنا. معيش ورين انستجرام برضو. معلش هناخد كل اللاعبين طبعا بيحتفلوا مع جمهورهم. وبالتالي كابتن ياسر إبراهيم آيل الحمد لله. وحاطت طبعا صورة درع الدوري. وهي البطولة الخامسة للعيبة النادي الأهلي منهم كابتن ياسر إبراهيم. أحد النجوم الكبار. اللي ساهموا مع النادي الأهلي في البطولة الخامسة هذا الموسم. في العادي أو في الطبيعي من اسمها يعني كلام غريب بيتم تدول. أول ما تلاقي الأهلي بيحسم الدوري. عايزين بقى السنة الجاية نعمل دوري فيه تحكيم جاية. دي أول حاجة بتتقال. حط رجل على رجل كده ببادلة اللطيفة. التاني حاجة يقول لك إيه؟ عايزين دوري منتظم بقى مفيش تأجيلات. اللي بقى لك. مفيش تأجيلات لحد. ولو هو هو وصل. مش هقول النهائي. لو عدى المجموعات أي فريق يعني عدى المجموعات. وده حقه يعني. وده حقه. ده اللايحة اللي بتقول. هو أنا اللي بقول. يا اللايحة لو قالت. لو ما قالتش كده. ندل الأهلي لن يتكلم. بزرق صحيح. أو حيتكلم بقى ساعتها بخصوص أمور أخرى. لكن اللقصه ده أقوله. إنه ليه الكلام ده بيطلع لما الأهلي بيفوز بالدوري. أول ما تلاقي الدوري النهاردة عادين بقى إيه؟ الحفلة منصوبة على أمور أخرى يعني. ده فيه كمان إن بيتقال. في السنة الأهلي بيفوز فيها بالدوري. نحن الدوري عندنا ضعيف وما فيهوش منافسة. طبعا طبعا. في حين إنه هو لما أي فرقة تانية بتاخد الدوري. بيبقى دوري قوي وصعب وأصعب دوري بيتاخد. والمنافسة جديدة عندنا في الدوري. وبتبقى كل حاجة. يعني الكلام بيتغير تماما. الأهلي بيفوز بالدوري. لأن الأهلي أقوى. ده مش معنى إن الدوري ما فيهوش منافسة. ما هو فيه منافسة على المركز اللي تحته كلها. يعني السنة دي ما كان فيه منافسة في المربع الدهبي جمده. النهاردة وإحنا بنتفرج على الأسبوع قبل الأخير في الدوري. إحنا عندنا من المركز العشر للسبعتاشر. حقيقي. بينفسه على البقاء. فهو فيه منافسة. بس المنافسة مقسومة. الأهلي عشان هو أقوى وعشان هو ماشي صح. فهو ينافس نفسه على القمة. والباقي كل فريق في الدوري بعد. كده كان له تارجت معين بيسعى إليه. سواء قدر يوصل له أو مقدرش. إنما كان في المنافسة في يوتشر بيراميد الزمالك. مقاولين. الاتحاد قرب منهم فترة كل دول. كانوا بينفسه في المربع الذهبي. وفيه فرق كان هدفها هي طبقة في منطقة الأمان. لكن اللي حصل أنهم مع سوق النتائج بقوا كلهم في معركة البقاء. الدوري عندنا كان مقسوم ثلاث حيثة الأهلي في منطقة لوحده تماما. مربع الذهبي في أربع فرق بيتنفسه عليه. وبعد كده الدوري كله من تحت بينافس على البقاء. فهو فيه شكل من أشكال المنافسة وده مش موجود في مصر بس. يعني لو بصينا على الدوري الألماني هنلاقي شبه كده. هنبصينا على الدوري الفرنسي هتلاقي شبه كده. فيه بطولات كبيرة. الدوري الأسباني مفقوش منافسة غير ما بين فرقتين. وفرقة ثالثة بتدخل على استحياء اللي هي قتلتك أحيانا. إنما مش كل دوريات العالم هي الدوري الإنجليزي. حتى الدور الإنجليزي ما فيه ست فرق بتتنفس على اللقب يعني. أو سبع فرق الدور الإنجليزي. هتلاقي برضو. آخر عشر واخر خمس سنين. مانشاستر سيتي وليفر بول مثلا في آخر كم سنة هتلاقيهم بيتنفس. هتلاقي في المركز الثالث والرابع والخامس والسادس فيه ثلاث فرق بيتنفس عليهم. بعد كده في. لكن ما شفنا يعني لحد على فترة ما منشوفش مثلا أي ست سبع فرق. هم اللي مفروض هياخدوا الدور الإنجليزي بيتنفس عليه لحد آخر ثاني. لا هي في الآخر هي دي الشكل المنافسة زي ما صبر بيقول يعني. برضو مهم جدا وإحنا بنتكلم عن فوز النادي الأهلي بالدوري. برضو حسأل السؤال الأهم بالنسبالي. أو مش الأهم لأن ما فيش أهم من الفوز بالدوري. لكن السؤال المهم هو هو مباراة الزمالك. أنت بعدتلي قلتلي دلوقتي في 2007. أو حكي لنا القصة بتاعت 2007. في 2007 برضو النادي الأهلي كان حسم الدوري. كان حسمنا بست ماتشات تقريبا صحيح. أو فرق أو سبع ماتشات كميرا. يعني على ما أتذكر طبعا. كان إذا مالك الماتش القابل الأخير أو. أو كان في الماتشات الأخيرة. هو وقتها جزء لما هو قرر يسافر يأخذ أجازك. كان محتاجين تريحه. وريح زي ما حضرتك قلت كده تقريبا 13 أو 14 لعيب. وكان كابتن حسان البادر المدرب المساعد. وقال إن هو اللي هيكمل بقية الدوري باللعيبة اللي ما خدتش بوريات كتير. وقتها برضو يعني على ما نتذكر. طبعا إحنا بنحضر للحلقة. بنحضر على أساس أن لسه برضو لحد ما حسم الدوري ممكن يبقى يوم الخميس. مش إن إحنا كسبنا يا. فالوقتها كان فيه كاس مصر لسه هيستكمل. كالعادة يعني. وكان وقتها لو تفتكر دوري يا أبطال أفريقا كابتن إسلام المموعات. وشهر تماني. صح. فكان لسه عندنا فيه. في شوقت يعني. أه كان لعب الهلال وأسك والتراجي. والهلال كسبنا بالعافية واحد صفر. كان فلافيو لما في آخر سنيتين. كان فلافيو جاب جون. مش فكرة أحمد صديق أعتقد الجاب الثاني أو حاكم. أولا فلافيو يعني. بس لوه في آخر فديها حاجة وسبعين ثمانين مساء. ها لا لا كان الفوز متأخر يعني. كان في آخر عشر دائج منها جونين. فوقتها جوزي قرر إن خلاص إحنا مش محتاجين حاجة من الدوري. ومحتاجين نريح ليه محتاجين نريح عشان ما تبقى من المزيد. ناخد بالأسباب. هل إحنا ضمنين نحنا لما هنريح اللعيبة هناخد بطولات لا. بس ناخد بالأسباب. وقتها النادي الأهل اللعب نادي الزمالك. وخسرنا المباراة دي 2-0. ووقتها كان فيه لقطة شهيرة جدا. في آخر عشر دقايق. المباراة كمان كان بتتزع وقتها على أحد القنوات العربية. يعني كان الدور المصري وقتها متبع كمان لأحد القنوات العربية. وكان الكابتن عصام الشوالي بيعلق. والمخرج عمل كده يعني جاب الكاميرا على جمهور الأهلي. في الدرجة الثالثة شمال بالكامل. وهو بيشجع وفريقه خسران 2-0. وبيشجع ليه لأنه بيحتفل ببطل الدول. صحيح. وقتها دي كان الناس كلها بتتكلم على إن آه هي مباراة قمة. مباراة أهلي وزمالك ومباراة مهمة. ولكن في النهاية المدرب لما قرر إن هي دي قمتها. إن احنا هنلعب بما يتوفر من اللاعبين عشان نريح للأسين. خلاص الناس كلها التزل بالضبط كده. وخسرنا وقتها برضو من الإسماعيلي 1-0 لو تتذكر في إسماعاليا. تمام وخلصنا الدوري. وجوزي رجع كان وقتها قالوا جوزي خلع. أخذ شنطته وخلع. وجوزي رجع ولعبنا مباراة الإسماعيلي في كاس مصر. كسبنا 2-0. ولعبنا مباراة الزمالك في النهاية بتاعت 4-3 الشهيرة. وكسبنا الكاس. وكسبنا أول 3 مبارايات في مجموعات دوري أبطال أفريقي. أخذنا 9 نقاط. من وجهة نظرة كابتن إسلام أن الدنيا اختلفت. زمان كان فيه ما كانش فيه السوشيال ميديا بهذا الشكل. صحيح. والناس لم يكن تركز مع المشاوط الأيل وزمالك هي مهمة. ولكن عندما تأخذ قرار مثل هذا. لا يا قصد. عندما تأخذ قرار مثل هذا الناس تستوعبه. لكن دلوقتي الناس صعب تستوعب قرار مثل هذا. وأعتقد أن كولر كان كده كده مستعد للمباراة. فهو ممكن لا يغير أي خطط له. سيغير كل خططه بعد المباراة. فأنا وجهة نظري أن المفروض يحصل. أنا أتمنى أن يحصل. حضرتك لو ممكن يستعرضه تاني حتة اللايحة اللطيفة. أن الدرع الدوري لازم يتسلم للربطة من دلوقتي. ده بكرة. مفروض. دخلنا في الأول بكرة. محنا بنسلم. محنا بنسلم. أنتم بتقع الساعة 3 الساعة. الدرع هيتسلم للربطة. إيه اللي يمنع أن الربطة تعمل احتفالية تسليم الدوري. في مباراة الأهلي والزمالك. بما أن مباراة الأهلي والزمالك هي آخر مباراة. على ملعب أستاذ القارة. قبل أن يتقفل الإصلاحة. أستاذ القارة يبقى جميل. يتعامل أين كانت ناجة المباراة. بعد المباراة يتسلم نادي الأهلي الدرع. طبعاً لعبت نادي الأهلي أكيد. هايبوا جاهزين بالتشيرت بتاعه. تلاتة واربعين شامبيونز. ناخد به الصورة الجميلة بتاعتنا. ونسخم به. ونستحتفل. في الآخر مباراة قمة مهمة. لكن هي المباراة بالنسبة للمباراة. أعتفالي الجزء بتاع اللايحة. طبعاً قصة الممر الشرفي. دي يعني طبعاً في النهاية لعبت الأهلي والزمالك. هما زملاء. الممر الشرفي ده قرار يخص نادي الزمالك. يعني مفيش حاجة تكبر. أنا مش عايز أتكلم في هذا الأمر. هيا حاجة ما مش مبارا. لأنه زي ما حالك بتقول كده. دايماً. ودي المشكلة اللي بالنسبة لي. أنا ولعبة نادي الزمالك كلهم. كنا أصدقاء وزميل كلنا. ومنشوف بعض ومنعمل وندحك زمان. أخر المباراة مشوفنا اللقطة بتاعت كهرباء وإمام عشور. وهم بيتكلموا مع بعض. والناس هي أصدقاء عادي جداً يعني. أيام الجيل بتاع حضرتك مع كل المناوشات اللي كبتحصل. كنا بنشوف شيكابالا وابوتريكا وحسام عشور. وكبت بتسلموا على بعض المباراة. حتى لو فيها شدة المباراة بتخلص. لا المباراة بتخلص. فبالتالي خلص. مش قرارك. يعني لو حالاً ما بتعمل حاجة. يعني تصرف فيه روح رياضية. ده بيعلي من قيمتك أنت. إنما ما بيقللش. لو ما عملتوش مش هتقل من اللي قدامك. يعني آخر. لو لعيب طبع. أنا بصراحة أتمنى وأشيء. أنا شايفه أمر عادي. صحيح. يعني عيبة حرس. كان حرس الحدود. أو طلع الجيش بعد مباراة أفريقيا. بعد مباراة الحدود. حرس الحدود. حرس الحدود. حرس الحدود. وقفوا للاعبة النادي الأهلي. وهو كذبان طرد أفريقيا. يعني مش دوري معه. وقفوا له. ممر الشرفي حيوا. كل مدرب دلوقتي بيجي يشوفنا. في مباراة البنك الأهلي. الرجل جايب بوكي وارد. المستر كولر. وبيقول له. ألف مبروك كابتن كريم حسن شحاتة. جايب بوكي وارد. وبيدي لكابتن سيدة عحفيز. والأمور يعني. في النهاية. هي مباراة احتفالية. فأنا نتمنى أن نشوف. مشاهد زي كده. مشاهد احتفالية. بعد المباراة. لو في تسليم درع دوري. يا سلام. تبقى حاجة جميلة جدا. لعبة النادي الأهلي تحتفل. جهاز الفني يتكرم. بعيدا بقى عن. الكلام الفني. وكل القصص الجميلة. لأن في الآخر. هي مباراة مهمة. كقيمة مباراة الأهلي والزمالك. ولكن. في النهاية. هي مباراة احتفال. النادي الأهلي بتدويج بالدوري. حي. لأنه. مباراة مهمة. ودوري مهم. خصوصا بعد غياب. سنتين. يعني. برضو من ضمن الأمور. يعني. لسه كنت بقرأ هذا الأمر. حد كاتبها يا جدعان. حد كاتب أحمد رقفط. كاتب يا جدعان. في لعبة في الأهلي. جايين في شهر يناير. شهر يناير. خدوا أربع بطولات. ورايحين كسعالم للأنبياء. وحيلعبوا. سوبر أفريقي. كل ده في ست شهر. في لعبة بتيجي النادي الأهلي. وتاني يوم بتاخد. أو مطش ليها بيكون بطولة. يعني. انت قمة الهرم في الكرة الأفريقية. هي مين؟ هو النادي الأهلي. طبيعي أن أي لاعب في أي نادي في أفريقيا. بيكون حلم بالنسبة له أنه يكون موجود في النادي ده. ليه؟ لو عد عليه. احنا بنقول اللي بيعدي على باب النادي الأهلي. بيعمل تاريخ. وبياخد بطولات. فمن يناير. دي مدة طويلة. يعني بالنسبة للأهلي من يناير. لحد دلوقتي احنا في شهر السبعة. أكتر من ست شهور. دي مدة طويلة. تحقق فيها بطولات في النادي الأهلي. وتعمل فيها تاريخ. ممكن ما تحققوش في حياتك كلها. لعيبة بتقعد سنين طويلة. ومن أول ما بتبدأ في عالم الاحتراف. لحد ما تبطى الكرة. ما بتاخدش هذا الكم من البطولات. اللي ممكن تاخدوا في سنة واحدة في النادي الأهلي. فأمر منطقي جدا. طبعا أحمد رقفة. أنا أسف يا صبري. أحمد رقفة المزيع الشارع. واحد من أشهر المزيعين في مصر. واحد من الناس المهمة جدا. واللي عمل لقاءات. خلتنا كلنا نتأثر الحقيقة. صحيح. أحمد رقفة. واحد من الأكبر الأهلوية يعني. في النهائي شفناها. مباراة بيراميدز. يعني هو حاضر على طول في المباراة. كرجل محب للنادي. حايل وقايل يا جد عام في لعيبة في الأهلي. جايين في شهر يناير. خد أربع بطولات. ورايحين كاس علم للأندية. وهيلعبوا سوبر إفريقي كل ده في ست شهور. طبعا بيدحك. النجم أحمد رقفة. مديع الشارع. أتفضل أيمن كنت تقول إيه؟ لا يعني. ده رزقنا الحمد لله. زي مصاب ريزه. نعم. 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 ترجمة الخمسين كاس ولرحة. 50 كاس ولرحة. 50 كاس ولرحة. يعني. طيب. أعرف رأيك برضو فيما يخص مباراة الزامنة يا صبر. طبعا هي. هتبقى مباراة القمة هي مباراة القمة. ان شاء الله نشوف كرة حلوة. وده هيبقى شيء عظيم. وهايبقى من ضمن الباكتج بتاع الاحتفالية أن المطش يطلع بشكل كويس فنيا. كمان. أنا شايف كولور أثبت أن قد إيه هو مدرب كبير. وقد إيه هو متطور. وعنده أفكار كويسة جدا. وأضاف للكرة المصرية. الناحية التانية فيه مدرب جديد في نادي الزمالك. الحقيقة برضو بيقدم أفكار مختلفة. أسوريو. فأحنا قدام مباراة يعني أتمنى أن نشوف فيها شغل التكتيكي كويس. حقيقة فيها شغل كتير ممكن كمان بعد المباراة نتكلم فيه. طريقة لعب الزمالك اختلفت جدا عن الفترة السابقة. الرجل غيرت طريقة تماما. واللعيبة خدت وقت شوية عشان تهضمها. في الفترة الأخيرة أو في المباراة الأخيرة النتائج تحسنت نسبيا. مش حقيس بمدى قوة المنافسين. لكن فيه تطور واضح. وفيه معدل تهديف زاد جدا. فهي هتكون الحقيقة مباراة حلوة. يعني أنا أتمنى أن هي وأتوقع أن نشوف مباراة كويسة جدا. طريقة لعب الزمالك لسه يمكن ما تكونش واضحة قوي لا. طريقة لعب الزمالك بتعتمد وجهة نوزري. فنيا لو كلمنا فنيا شوية طريقة لعب الزمالك بتعتمد على أحمد فتوح. جدا. إنه هو بيخش من يعني اللي بيعمله جواريديولا مع الباك اليمين هناك. أو بيعمله الأوضح بالنسبة للنسبة الشنية اللي بيتتابع ليفر بول. اللي بيعمله كلوب مع أرنولد إنه هو بيدخله جوه. هو اللي بياخد الكرة. هو اللي بيعمل الصانع الألعاب في فريق ليفر بول. فهو بيعمله أوزريو لعب أو مدير فني لنادي الزمالك بيعمله مع أحمد أبو الفتوح. صحيح. هما دفاع الزمالك أو البنت دفاع في الزمالك ما عندهمش القدرة على الخروج بالكرة. عندهم مشكلة في الحتة دي. فالراجل فكر في أحمد فتوح لأنه لعب حريف. ومميز في الخروج بالكرة إنه هو يستخدمه في نص الملعب بحيث إنه هو لما يكونوا في حالة فقدان الكرة. فتوح بينزل ما بين البين الدفاع بحيث إنه لما بيقطعوا الكرة بيقدر هو يخرج بالكرة. فهو بيعمل كده بيستخدم فتوح في الحتة دي وأحياناً بيستخدم رؤة كمان في نفس البوزيشن ده أو بيطلب منه نفس المهام. هما عندهم كمان لعبة واضحة جداً بيعتمدوا عليها وهي الكرات القطرية اللي بتطلع من الفول باك اليمين أو الفول باك الشمال للجناح العكسي. يعني لو الكرة عند المثلوثي فهو بيحدفها ناحية تانية على طول ناحية مصطفى شلبي. والعكس حاتم سكر ناحية الشمال. دايماً بيلعب القطرية لإبراهيمان داي ناحية اليمين. دي بتمثل مشكلة شوية للمدافعين لأن المهاجم بيبقى راح بوشه. والمدافع بيحتاج إنه هو يعدل وضعيته. فالمهاجم بيكون أسرع فيها. دي يعني الأهلي لازم يكون مفكر فيها جداً. وإنه هو يمنع أصلاً من الأول إن التمريرة دي تتحط في مساحات كبيرة. الزمالك بيلعب على رقعة كبيرة جداً من الملعب. وبالتالي بيكون في مساحات. هنستغلها ازاي؟ هنقدر بالضغط العالي نستغلها. هنشوف الحقيقة أنا متوقع جداً إن احنا نشوف المباراة فيها شغل فني ممتاز ما بين الاتنين المدربين يعني. دي أبرز أرقام الزمالك في الموسم الحالي وفريق في المركز التالت. يعني كسب 17. مباراة. عدد في 8. خسر في 7. دي إجمالي أهدافه 49. فبنتكلم لعب يعني عدد مباراة كبير. بتاعتها والإكس جي زي ما احنا شايفين هو 76. الاستقبل 30 هدف. فده برضو بيبين لك حالة دفاع الزمالك. يا رغم حتى رغم التطوره هجومي. يعني ده بنتكلم إجمالاً في الموسم. لعبه 20 ماتش مع فريرة. وتسع ماتشات مع أسوريو. وفي النص كان فيه كابتن متحط عبدالهادي وكابتن أحمد عبدالمقصود. كل واحد في الدوري يعني يخد له ماتش أو حاجة. فدي تقريباً الموشات دي مع أسوريو تحديداً. هي المباراة اللي عبها في الدوريو كاس. برضو بيستقبل عدد كبير من الأهداف. لسه كنت حقول لك هو قد يكون من الناحية الهجومية. هو زاد من الناحية الهجومية طبعاً. زاد من الناحية الهجومية. واللي فادل في الناحية دي كمان الستة. جوان بتوع الستة واحد بتاعات ماتش المقولين اللي كان ليا حالة خاصة. طبعاً بعيداً عن الستة واحد. ومش كل شيء تقولي ستة واحد بقى حين. بعد الخمسة لستة واحد أو بعيداً عن الستة واحد. أدا إذا مالك الهجوم يتطور. صحيح. وده واضح لكن رقمين دفاع ألا ولكن لا على الجانب الأخر بعيدا عن الأرقام برضو والناحية الدفاعية أنا بشوفها لأنه أنت لما تسيب مكانك وتخش في وسط الملعب وتعمل المجهود ده كله وترقص وتروح وتيجي دايما محتاج حد يكون هناك وبالتالي ده بيؤثر على الاستوبر اللي بينعب ناحيتك فبيطلع يغطي فبالتالي بيؤثر على منطقته فبييجي اللي وراه يغطي وهكذا وهكذا وبالتالي دايما هتلاقي هناك ثغرة موجودة سواء ناحية لبين أو ناحية شمال أو على حسب مين اللي ما بيغطيش مين صح يعني حتى زي ما حالك بتقول كده 12 هدف 12 مباراة هنحن نتكلم المعدل هدف كل مباراة الفريق بحجم نادي الزمالك ده مؤشر لحاجة دايما نقول الأرقام هي دلالة أو بتؤشر لحاجة فالنهارده لو في تطور هجومي مع أسوريو لا نادي الزمالك عنده في الدفاع عنده مشاكل ومشاكل نقدر النادي لعبت النادي الأهلي اللي هي أقوى هجوم في الدوري بمختلف اللعيبة اللي بتلعب وطبعا بعد كمان احنا كابتالإسلام في العادة وإحنا بنتكلم ما بنقاش عارفين الأهلي هيلعب إزاي أو حتى لو عارفين ما بنتكلم يعني مش بنقول ولكن المرة دي ده مستش ممكن باحتفالي الله أعلم مين اللي ممكن ياخد في المباراة دي فلعبت النادي الأهلي هجوميا والتركيبة الهجومية اللي بيلعب بها مستر كولر والزيادات بتاع طوست الملعب وتحركات علي معلول ومحمد آني فنقدر أن المباراة نادي الزمالك حتى مع التركيز لنادي الزمالك أنه أكيد هيحاول في مخيلته نقولك يعني الاحتفالية بتاعة الأهلي نضربها فلا حتى مع التفكير ده هجوم النادي الأهلي يقدر النهار ده أنه هو يتعامل مع ضعف دفاع نادي الزمالك وأنه هو يخرج بمباراة كبيرة جدا ووارد يعني النتيجة تبقى تكملة لسلسلة الانتصارات اللي كولر عملها مع النادي الأهلي قدام نادي الزمالك لعبوا مرتين مرة في السوبر الإمارات كسب 2-0 مرة في الدوري كسب 3-0 يعني نتمنى تبقى التالتة برضو تابتة هذا الموسم ويعني تبقى تكملة لاحتفالاتنا بالدوري طيب هناك خبر منتشر الحقيقة على السوشال ميديا فيما يخص أليو ديانج وأنا تم يقافه وأعتقد أن كابتن أو الزميل إبراهيم في اتكلم في هذا الأمر وأنه سيتم إيقافه لمدة 6 أشهر بسبب مستحقات لوكيله بالفعل أليو ديانج عليه مستحقات لوكيله ولكن تم إنهاء هذا الأمر ودفع هذه المستحقات أو سيتم دفعها غدا صباحا للأهلي دفع هذه المستحقات أو سيدفعها غدا صباحا وبالتالي وبعد كده حياخد من أليو ديانج الفلوس اللي المفروض يتفعها لوكيله على إقصاد خلال الفترة القادمة وبالتالي سيتم إنهاء الأمر غدا إن شاء الله وخلي بالحضراتكم ده دايما بيبقى قرار مؤقت فور دفع الفلوس أو وصولها للوكيل بينتهي الأمر تماما وبالتالي ند الأهلي دفع أو حيدفع بكرة الصبح الفلوس وسينتهي الأمر تماما أنا بس حبيت إن أنا شايف الموضوع منتشر جامد جدا نعم نطمن الناس شايف إن الموضوع منتشر جامد جدا على السوشال ميديا والزميل إبراهيم فاي اتكلم فيه وبالتالي حبيت بس إن أنا أقول لحضراتكم أو أطمن حضراتكم إن إن شاء الله الموضوع غدا سينتهي وحنقول لكم بكرة بالليل إن شاء الله إن هو انتهى صبري أليو دينج طبعا مهم وجوده للمباراة القادمة صحيح أليو دينج واحد من أهم الأعمدة بتاعت الفريق في السنين اللي فاتت لعب مهم جدا سواء وهو بيلعب ستة أو حتى لما بدأ يلعب تمانية رغم بعض التحفظات على قراراته في التلت الأخير لكنه يبقى لعب مهم وهو حتى بيلعب تمانية هو قادر جدا إنه هو يحمل الكرة من منطقنا لحد منطقة الجزاء بتاعت المنافس بيقدر عنده سرعة كويسة عنده قوة بدنية بيقدر يحافظ على الكرة وينقلك بسرعة جدا لتلت الملعب الهجومي بتقدر تستخدمه طبعا في مركز ستة اللي هو أصلا مميز فيه بقدرته على الالتحام والجري الكتير وتغطية مساحات كبيرة من الملعب أليو دينج واحد من أهم الصفقات اللي دخلت النادي الأهلي في السنين الأخيرة وإن شاء الله كمان في السنين الجاية هو لسه سنه صغير فمتوقع جدا أنه هو مستوي زيد خصوصا في وجود مدرب زي مارسل كورر قدر أنه هو يطور عدد كبير من اللعيبة اللي كانت حتى الناس بدأت تفقد الأمل في أنهما يتطوروا فهذا نشوف لعيبة بمستوى مختلف تماما بمهام مختلفة بيعملوا حاجات ما كانوش بيعملوها قبل كده في السنين اللي فاتت في الملعب فأعتقد أن أليو دينج كمان السنة الجاية حيكون أفضل كتير من السنين اللي فاتت طيب برضو في إطار المبارات الأهلي والزمالك من وجهة نظرك هل سيتبع أوزيريو أو أوسيريو بقى زي ما اللي عايز يقول أوسيريو أوكي اللي عايز يقول أوزيريو يقول ما فيش مشكلة يعني المدير الفني اللي نالي الزمالك نفس الطريقة اللي بديل اللي هي أنا بشوفه اللي هي بيعتمد فيها على أحمد أبو الفتوح أو أحمد فتوح يعني بعد التأخر هدفين وبعيدا طبعا أخطاء وقتها أخطاء جنش وأخطاء دفاع فيوتشر في أن هم يعني يستقبلوا ثلاث أهداف من نادي زمالك ولكن هو مؤمن بالطريقة ما بيعدلهاش يعني كتير وحتى مع مختلف اللعيب يعني حتى مع مختلف التوظيف هو ما بيغيرش هو مؤمن بالطريقة دي الطريقة دي سلحزه حدين نتمنى أنه يعني لما يلعب بها نحن نستفيد الزمالك لأن طبعا المستويات الفرق اللي هو لعبها برضو وارد أنهم يعني ما يعرفش يستفيد ما قدرش نقاء يلعب على النقاط ضعف الزمالك بشكل كبير يعني لأن أحمد فتوح لما بيخش كتير للعمق أو لما بيلعبه كمان في العمق وبيستغن عنه بنلاقي ساعات إبراهيم مضاي هو اللي بيتأخر أو بيبقى اللي وراء مصطفى بس مصطفى بس مصطفى بمصطفى وكده كده يعني اللي هيلعب مكان مصطفى بالنحية التانية هو بيبقى بتلاقي مثلا المسلوسي وبيبدل معاه الزناري بيبقى فيه نيمار يعني هاي تركيبة كده بيحرك فيها اللعبة فدي هي بتبقى مفيدة ممكن لي في المباريات في المستويات معينة مع النادي لعلي يعني أنا متوقع بنسبة قولي لها ان هو ممكن يعدل الطريقة لأ هو هيلعب بيها طالما بيكسب بيها وفعور في الكرة اللي بتكسب ولعبه يعني فأعتقد ان هو هيفضل بيها النادي الأهلي برضو هي طريقته المعتادة معروفة يعني النادي الأهلي والنادي الزمالك هي كتب مفتوحة مش هنتعب لكن مثل هذي المباريات بتلعب على تفاصيل صغير يعني زي مطش الخمسة مناسبة الخمسات زي مطش الخمسة ماشي فكل مباراة الموسم مباراة 3-0 كان فيها برضو تفاصيل صغيرة اللي هي تفاصيل تفاصيلة حمد اللي هي أول ما الناس بتاعتقد بالها من تفاصيلة حمد فتحي تفاصيلة العمق بتاعت حمد فتحي هي تفاصيلة وكهربا ومحمد شيف لما نازل إذا ممكن تلاقي تفاصيلة جديدة بالضبط المباراة 2-0 بتاعت السوبر كان كريم فؤاد التفاصيلة بتاعت التبديلة وقبلها كان يعني قبل ما يرحل البرازيلي برونو سافي فهي كل مباراة زي ما منقول هي تفاصيل كانت المباراة تفاصيلة حمد فتحي وارد أن المباراة بتاعت يوم الخميس تبقى تفاصيلتها لعيب وسط ملعب برضو موجود هو اللي اللي يخلص المباراة وارد من عندنا في النادي الآلي اللي هياخد مكان حمد فتحي تكملة للموسم وارد وارد تلعب على تفاصيلة تانية كل شيء وارد خاصة اللي عبتنا احنا نلعب حريتا احنا أبطال الدوري كما فيش أي مشاكل عندنا صبري ايه الفرق ما بين زمالك فريرة في الدور الأول وهزيمة 3-0 وزمالك الآن او زمالك وزوريا يعني نقدر نقول ان الزمالك دلوقتي اكثر ثقة بسبب النتائج في الفترة الأخيرة بيلعب بدون ضغوط تقريبا ما عندوش ما يبكي علي هو خلاص يعني مش بطال الدوري مش مهدد في مركزه فخلاص الموسم برضو بالنسبة له انتهى هيلعب مباراة عايز يلعب بشكل كويس ويختم الموسم قدام المنافس الأكبر لي بشكل يرضي إلى حد ما جمهيره او يخليهم يحسوا بأمل فيه ان الموسم الجاي يكون أفضل بالنسبة لهم فاعتقد ان هم هينزلوا بيلعبوا ما اعتقدش ان هو غير طريقة اللعب خالص هو هيلعب بنفس طريقته اللي هو مصر عليها من يوم ما جاء في عز ما كانت النتائج مهتزة الرجل كان مصر ان هو يلعب بنفس الشكل فما ظنش ان هو هيغير بكرة او يوم الخميس هيغير طريقة لعبه الأهلي برضو من ناحية التانية طريقة لعبه معروفة التفاصيل الصغيرة زي ما جلبرتو كان بيقول تفصيلها هي اللي ممكن تحسم المباراة أنا بشوف ان الزمالك لسه قدامه وقت طويل والفرقة عندها مشاكل دفاعية واضحة حتى لو النتائج ساعدتها في الفترة الأخيرة ودتهم ثقة اللي حيفرق ما بين الماتش ده او الماتش اللي فات الماتش التلاتة صفر والماتش التاع يوم الخميس هو بس ان لعبت الزمالك نازلة مرتاحة اكتر نفسيا وعندهم ثقة بسبب الفوز اللي حققه في المباراة اللي فاتت خصوصا نهم عملوا ريمونتادة على فيوتشر وقبلها نتيجة كبيرة قدام المقاولين انما في النهاية المنتدى على جنش تحديدا صحيح طيب بما اننا بنتكلم عن فيوتشر وجنش المباراة كيف يمكن السيطرة على واحد من افضل اللاعبين في مصر زيزو زيزو للامانة رقميا حاجة قوة كبيرة في نادي الزمالك والدور المصر احنا يعني في فترات كانت الناس تتكلم تقولك فرجاني ساسي او بن شرقي كان فيه اكثر من لعب موجود وبعد كده بعد فرجاني ساسي كان امام عشور وازاي هو كان تواجده وتعويده لفرجاني ساسي وكان وقتها طبعا بيتم من الحديث على انه افضل من فرجاني ساسي تسعمائة مرة وحاجات زي كده فبعد امام عشور كمان لما مش من نادي زماج بقى زيزو وحيدا لكن للامان يعني حاليا هو الوحيد في فرقة نادي الزمالك اللي يقدر يستنع الفرق في اي وقت لانه عنده مميزات عنده سرعة عنده تصويب من الخارج عنده كرات عرضية بيعملها بشكل مميز نسب تهديف الرقلات الجزاء حالية حتى لو السنادي هو اهضر وكرات السبتة رغم من يعني عدم توفيق جنش هنتدرك انه ممكن زيزو عمل الكرة دي مرتين قبل كده يعني لكن انا اقصد انه يعني ولكن هي فكري منه يعني ده هو الكرة الجري التالت هو بيلعب الكرة وبيجري صحيح او عارف ان هي يعني عايزها كده كأنه متؤكد ان هي رايحة في الحتة دي صحيح زيزو جايب 12 هدف وصانع 13 هدف يعني 25 اه يعني رغم ان نادي الزمالك في احسن حالاته في احسن حالاته منتكلم فريق مركز ثالت مش في احسن حالاته مركز ثالت هيلعب في كونفيدرالية اه ولكن نتكلم فزيزو هو اكتر لعيب ساهم في اهداف الدوري المصري كتوتل هي كمحرز وكأسست فالنهاردة اكيد التعامل مع زيزو بيقى مختلف يمكن هو في مباراة القمة يعني لو هنستثني مباراة فيلر اعتقد 3 واحد ومباراة كاس مصر اللي كانت مع سوارش 2 واحد ما اعتقدش هو سجل في مباراة قمة تانية يعني كان دايما لعبة نادي الاهلي بتعرف تخرج زيزو من الجيم مع نادي الزمالك حتى مباراة 2 اتنين الكابتن سامي امصان اللي كان بيقودها فنيا نادي الزمالك لما رجع للمباراة او يعني هدف كان عن طريق لما يوسف اسامة نبيه يوسف جعفر نزلوا وهم برضو الاتنين مش هيبقوا موجودين في المباراة بعد مشكلة راحلهم لبيرامدس بالنسبة لنادي الزمالك يعني فكان اغلب المباراة بتاعت النادي الاهلي لعبة نادي الاهلي كان بتتعامل كويس جدا مع زيزو هم هم بيخرجوا من الجيم باستثناء المباراة دوله كل مباراة فيهم كان لها ظروفة فلا زيزو قيمة كبيرة طبعا في الدوري ولعب بالتأكيد اي نادي بيتمنى لعب حجم زيزو فلا لكن ان شاء الله لعبة نادي الاهلي كما هي المعتاد يقدروا ان هم يحجموا من خطورة زيزو فيما يخص العرضيات والتصويب من الخارج اخيرا كذلك الفكرة بس في زيزو زيزو طبعا لعيب كبير ومن الحاجات او مميز في حاجات معينة وبيوجدها ايجادة تامة فهو بيعرف يعمل حاجات معينة ممكن ما تكونش كتير قوي انما الحاجات اللي هو بيعرف يعملها هو بيوجدها جدا جدا فده بيساهم انه هو يوصل لهذا العدد من الاهداف او الاسستات لكن الحاجات دي واضحة جدا فانت سهل برضو لو انت عندك لعيبك ويسا او النادي الاهلي طبعا هل الوفر سهل ازاي انا انا بشوف هو واحد من حفضل من حفضل تمنعه ان هو يحط الكروس مش لو كورنر او اللعبة ثابتة او قفتك انت في هو دلوقتي مع الطريقة جديدة بتاعتنادي زمالك بيلعب اكتر في العم فبيوتاح له مساحات ان هو يسدد اقفل عليه المساحات دي عشان ما يسددش لو راح للناحية اليمين فهو خلاص معروف ان هو هيستغل سرعته ويحط الكروس يبا الطبيعي ان انت تمنعه من هو اصلا يحط الكروس يعمل كده فالحاجات اللي هو بيوجدها انت ممكن تمنعه من انه ينفذها ما تدلوش المساحة ان هو يحط الكروس او انه ياخد وقته عشان يشوت لان هو مثلا ما بيشوتش والكرة تحت رجله ولازم بيزق الكرة وياخد وقته ويشوت فانت تقدر تمنعه دي على المساحة عشان ما يسددش وقفل عليه الجبهة اليمين لو راح في الجبهة اليمين عشان ما يحطش كروسات ده مش تقليل منه بالعكس انا بشوف انه هو مميز جدا في الحاجات دي بس عشان تتجنبها فانت ما تدلوش الفرصة انه هو يعمل كده تدلوش الفرصة يحط الكروس ولا تدلوه الفرصة انه هو يسدد من قدام الـ 18 فيما عادة كده لو قدرت تقفل عليه دول هتحد جدا جدا من خطورته ده اللي كان بيعمله الاهلي في المباراة اللي فاتت اللي زيز وما ظهرش فيها بالشكل اللي هو بيظهر فيه في باقية المباراة طيب اخيرا كلمات اخيرة صبري أيمن لتهنئة النادي الاهلي وجماهيره وجهازه الفني والعبية وقدرته تهنئة معتادة يعني احنا الحمد لله كل حلقة بنطلع نهني مبروك لجماهير النادي الاهلي العظيمة ومبروك لمجلس الإدارة اللي الحقيقة كانت قراراته فيما يخص الكورة من نهاية العام الماضي يعني انا بشوف ان فيه تلت حاجات احنا اتعامل او قرارات من كابتن محمود الخطيب ومن مجلس الإدارة هي اللي سهمت في ان الموسم ده نشوف هذه الروعة القرار الاولاني كان إراحة اللاعبين في نهاية الموسم الماضي لان ده سهل جدا ان اللاعبة تنزل السنة وهي فريش عن كل المنافسين خده الراحة الكافية الحاجة التانية التعاقد مع مدرب كبير زي مارسل كولر والحقيقة انه لما تم التعاقد معها ناس كتير تسألت مين الراجل ده وفيه اسامي اكبر ممكن تيجي النادي الاهلي لكن الاهلي اصاب اصاب لاختيار الحقيقة في تعيين مارسل كولر على رأس الجهاز والحاجة التالتة التعامل بعد مباراة سانداونز وحالة الهدوء التامة وان احنا ازاي قفلنا على الفريق بعد المباراة دي لان كان ممكن في اي نادي تاني في الدنيا مطش زي ده ممكن يهد المعبد يعني الموضوع ينتهي تماما لكن التعامل كان بمنتهى الحكمة وبمنتهى الهدوء وده ساهم ان نقعد النهاردة ونتكلم عن ان احنا فائزين بخمس بطولات من خمس بطولات فان شاء الله الموسم الجاي يكون افضل كمان ونقدر نحقق كل البطولات نقدر نحقق مركز مهم في قاس العالم الاندام ما نكونش يعني كفاية برونزاية عايزين حاجة اعلى ان شاء الله السنة الجاية نقدر نحقق ايمن يعني مش هزوك كتير او كلام صبري بس جمهور النادي الاهلي دلوقتي احتفلوا تكملوا احتفالاتكم ايوه احسن حاجة اه دي احسن يعني ما عندناش حاجة يعني اي حد بقى عايز يجرنا لاصل الرعاية لاصل البس لاصل التأجيل سطلانة دي بترمز لايه اه كل الكلام ده 1 للعصاب . نكمله بطرقنا قد تجmeden ممكن الأسبوع جاء أو اللي بعده نكمل لك الهتاف ده اللي يقول يقول ماشي اللي بعدي يعني وموضوع برضو يجرك لسكة نادي المبادئ نادي القيم التحكيم لا احنا فيش حاجة فيش حاجة يقدر يحط على رعابتنا سيف احنا بنفرح وبنبسط بنكسب بعرقنا احنا أيوا احنا اللي بنكسب بعرقنا وبنكسب المجد خمسة قوله خمس بطولات بالزبط كده وهنقعد نعد ولسه هنعد بطولات تانية أكتر بإذن الله تعالى ومبروك علينا كلنا افرحوا وتبستوا وخليكوا دايما مبسوطين خليكوا دايما فخورين بناديكم عندكم إدارة نادي ومجلس إدارة بيحاول أنه هو يعمل كل ما هو يستطيع أن يفعله علشان نكسب بطولات بعيدا عن ما نكسب البطولات طبعا اللي هو الأهم أنه هو يسعد جمهور النادي الأهلي اللي هم وصلوا دلوقتي لأكتر من 80-90 مليون أهلاوي دايما حنقول هذه الكلمة عايزين تغنوا سطلانا غنوا سطلانا مهمكوش غنوا وتبستوا وفرحوا خلي اللي عايز يقول أي حاجة يقولها خلي اللي عايز يطلع أقول لكم أصلا أنا تالت فمش عارف ألعب زي ما أنتم لعبتوا زي ما عايما بيقول لكم كده خليوا يقولوا اللي يقول لك احنا تالت احنا بقى تالت زيكم احنا بس احنا كنا تالت واخدنا دوري أفطال أفريقيا ولعبنا كاس عالم الأندية حتى لما يعني انت أخدت تالت برضو مش زي التالت ما تشغلوش بالكو بكل هذه الكلمات ولكن نشغلو بالكو بحاجة واحدة بس وأكونوا بفرحتكو وبسعادتكو وبفزكو بالدوري العام للمرة 43 في تاريخ النادي الأهلي وتشاء الله ننتظر بعد كده ما هو قادم شكرا جزيلا أنا صابري وألف مبروك شكرا جزيلا أنا بشكرا جدا شكرا جزيلا دائما يظل النادي الأهلي هو نادي البطولات والإنجازات والأساطيش